اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وخاصة الهدف الثالث ومحمد شريف كتير جدا انا كنت مدافع عنه في اوقات هو كان حالته مش موفق فيها وكان في انتقادات كتيرة لكن انا قلت قبل كده وما زلت مصمم انه محمد شريف لو رجع السقة بنفسه لانه كان فقط سقته بنفسه كتير جدا يعني القرار بتاع الجوني الثالث ده اللي هو شطى بالشمال عملها كتير جدا لما كانت حالته كويسة وكانت بتيجي لما الامور قدت معها ويعني نفسيا كانت مهزوش شوية كانت يجي لعبها تقلش منه وتعدي من تحت رجله لكن سقته بالجوني الاولان اللي جابه خلته يعمل الكرة التانية بشكل حلو جدا جون رائع فمبروك ثلاث اهداف جمال جدا ويعني نتيجة هيفي سكور فمبروك تاني ويعني مزيد من الانتصارات ان شاء الله ومبسوط لجماهير النادي الاهلي اللي اكيد النهاردة في كل مصر وفي كل انحاء الوطن العربي وفي قمة سعادتهم بالتلاث اهداف الجمال والاداء المشارف في الشوطة تكاينة كبنا عاد الالف مبروك الاهلي بمن حضر عندك تسع غياب مفترض انك انت اهم لعيبة عندك فعلا متعورين دي حقيقة مش بقلل من لعيبة الموجودة ولكن النادي الاهلي كده بمن حضر فلانت النادي الاهلي مرعبة انا بتكلم بجد يعني لما انت تكسب المكسب الكبير ده اولا علشان انت لعبت بروح النادي الاهلي الشوط التاني حاجة تانية مهمة جدا عجبني خالد اوي استردباك من مكسب الفعل من مكسب النادي الاهلي النهار صحيح عجبني فيه سرعته عجبني فيه اداءه بالفكر اللي هو عنده انه ما بيتفش لا لا المشارفة لا العيبة حاجة تانية المدرب كمان هدوء وعدم اندفاعه احيانا بتبقى ممكن يعني في مطشط تقللك شوية وفي مطشط تعليك كتير زي مطشط المهمة الكبيرة فأداءه النهاردة مميز كهرباء وربوعه وخبرته وكهرباء العيد مميز محمد شريف نزل جاب جنين كمان هداف يرجع لمستوى لما يلاقي واحد زي كهرباء قدامه ويجيب اهداف كهرباء ويعمل حاجاتك هيبقى فيه منافسة منافسة جيدة طيبة للنادي الاهلي النادي الاهلي اخر نص ساعة تسيد المباراة النادي الاهلي اخر نص ساعة كأنه بيلعب لوحده وفيه نقطة انا شوف صحيح وانا دايما بقولها اي فرقة النادي الاهلي يجيب فيها هدف انا قلتلك حتى قابل كده مش عشان مباراة حتى مباراة الزمال ايو قلتلك ان الاهلي يجيب هدف الاولاني اي فرقة هتقابلك البلان التاني ما بتعرفش تعمله قدام النادي الاهلي انت مشكلة النادي الاهلي ايه ان كله بيلعبوا مدافع طول الوقت بيدافعوا بيلعبوا النادي الاهلي من اخر 3 ملعب حتى النادي الزمال بيلعب من اخر 3 ملعب لكن لما تجيب جون مبكر انت النهاردة جبت الجون متأخر بس الشوت التاني مبكر بالنسبة للشوت التاني انه حصل اتقلب لان هيضطر يعمل النادي الاهلي مش هيعرف يعمله مع النادي الاهلي النادي الاهلي لو اديتني المساحة وديتني واحد إذا أردتني اللعب المتوازن الهجومي زي الدفاعي أنا هكسبك بعدين في الآخر أنا في منوجة نظري ما فيش حاجة اسمع دربي بعد كده لا دربي ايه في رفقام، بس الماتش النهاردة ما فيهوش سحر لا ولا في أي حاجة، آه ما فيهوش سحر هو في فن، بس هو، بس أنا أعزه لك كيفتك الفن؟ آه لا، لا، أم لا، كيفتك طبعاً أصلاً أصلاً بيعجبني، كيفتك طبيعي، طبعاً لا، أنا بص، أنا بص، أنا بص، آه، بجير صحة واشحوز أنا بيعجبني حاجة مهمة قوي، يعني دي طول عمري بحبها إنك إنت لما تيجي تتكلم على حد كبير قوي، صحيح لو إنت شاطر، اتعلم منه، مزبوط، مش تنتقده ليه إنت عايز تجرجر الراجل اللي تحت؟ طب ما تطلع له إنت الفوق، مش هيعرف هي دي المشكلة، هي دي مشكلتنا، إحنا بدا لما نطلع للراجل اللي هو أحسن مني، وأفضل مني، إحنا عايزين ننزله، ليه تنزله؟ طب ما تطلع له، اكتعدي يا حبيبي، واطلع لكن في الآخر، عايز أقولك حاجة، أنا يعني ما ببقاش فرحان أول في المواطشات زي هذا، إنك إنت تكسب، لأنه أنا من وجهة نظري عادي عادي إنك إنت تكسب، يعني بالعكس أنا زعلان وضيعنا من إيدينا فرصة كبيرة إنك إنت تكسب أربعة وخمسة وأنا شخصياً، يعني الفرقة مدائي منا في آخر الشوت الثاني إنهما منكزبوش خمسة الحمد لله كبتن عادل، الحمد لله، هي مش فتره ولا حاجة، بس أنا بقولك بيا كده كورب، لأ، إنت لازم تجيب جون كمان والثالث والرابع بس مبروك اللعبة، اللعبة كانوا أبطال الموجودين، الله يباركي، كابتن بلال ألف مبروك، فوز مستحق ونتيجة تقيلة، الله خليك كابتن ربناك، بس أنا، يا أسامة، أنت مركز في حاجة؟ لا، 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 بس نهاردة، نهاردة السلفي بتاع غيري، أخلي بالك إحنا عايزين نوصك اللحظة دي، استنقى، دي السلسية رقم 24، دي السلسية بتاع الزماجيمة، لا، 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 إحنا معه إحنا معاودين جمهورنا الداني دايماً مع الأفراح والمطولات باللبين. على المتاشين. الأخير. يا نوز. سلس�ية. هاو كده. خطة كده. سلسيه. ده كده. ده كده. ده كده نكل الله. لأ السلسية كده. لأ السلسية كده. يا الله. هياه. بدين جيلة لجيم محفوظ دي بتاعة الآلة. تانية؟ يا اه. ت warehouse أخطرتك الحلوء لازم ايه تتوسط طوصق. نتوسط عشان ما تتنسينا. بعتالي علواية السلسية معديس حاضر. ليس عارفу ليه الحقيقة. يعني بص يا كابتن فز كبير من نادي كبير يعني قبل الماتش يعني أنا قلت لك إيه مفيش حاجة اسمها الدربيات والماتشات كده إلا إذا كانت الفرقات قريبة أنت الفرق بينك وبين اللي بعديك بص يا كابتن بلال بعد المشرقين بخصوص بس أنا مردتش أرد قبل المباراة أنا قلت لك قبل الماتش أنت أفضل أنت أحسن أتفضل حتة الفرقات اللي بينك وبين المنافس طبعا في ناس طلعت علشان تقلل من إنجازات النادي الأهلي لا إنجازات النادي الأهلي ولا إمكانيات إنجازات النادي الأهلي وبتحاول تقلل من قيمة النادي الأهلي شفنا بعض إيه مش عايز أقول دومش إعلاميين يعني دومش إعلاميين دول عزمي محتاجين ياخدهم جسري لدرجة إن في واحد في واحد منهم هو صعبان علي يعني هو صعبان علي لإن هو كان ليه أزمة كده من أسبوعين أزمة الفراخ هو أتكلم فيها طلع قال لك مبارح إيه اللي آخر بتاع أزمة الفراخ ده يعني ده مهما يكاكي حتى الأرقام مش هتبقى قريبة قال لك إيه قال لك إن الماتشات دي مفيش حاجة اسمها ماتشات قرمة بين الأهلي والزمالي ده الأول بيلعب التالت واحد الأول بيلعب التالت بس الجماعة الصغيرين دول أو الجدول الدوري أو الأول هو صعبان علي أنا مش عايز أرد عليه علشان بس إيه بس أنا عايز أعرفه حجم النادي الأهلي هو ده النادي الأهلي الرد كان في الملعب النهار هم السوبرساز ما عرفوش هم عرفو بس الاسمون ده لك والميديا ما شفوش الأحجام الكبيرة يعني يعني الأهل يا كابتل لا يقدر تمام؟ صحيح ولا يقاس يعني أنت بتتكلم على فرقة ونادي تاريخ كبير جدا 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 واضح الناس اللي بتتكلم لا هي من ذاكرة تاريخ ولا واضح أنها يعني آخرهم كان محومية ده الأول بيلعب الرابع يا كابتل إس أنا بس ده 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 مل مش مش كابتل أنت النهاردة أنت مش في تاريخ يا كابتل صحيح أنت النهاردة مش في جوجل بتعمل سرش تجيب من الأحسن وتجيب من الأفضل ومن الأول ومن التالي ومن التالي ومن صاحب الإنجازات إحنا قصة أنك يعني الخدوم بالصوت دي خلاص بطلت تهت تهت واحد نهارة في كيجيتو مثلا بلاش لسه مولود عن في كيجوان ويعمل سرش كده أقول له تاريخ الأهلي والزمالك والتاريخ الإسماعيلي والفرق يعني وريال مادريب وشو ما يعمل سرش هيجيب لك كل حاجة ويطلع لك الحاجات محدش بقى النهاردة يقتنع بالصوت العالي الصوت العالي ده مش بتاعنا إحنا النهاردة ناس منفزين نحن ناس بنشتغل في الملعب ناس بنعرف نجيد بطلات برجلينا بعرقنا بإمكانياتنا بقدراتنا بتاريخنا ناس عندنا تاريخ كبير جدا 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 عشان حد يحصلوا محتاج يعني عشرات السنين عشان تجيد تاريخ النهار اللي قال لي في البطلات وتحصلوا عشرات السنين هنمش بقول كلام مجازا يعني النهاردة لما بقى أنت واحد واثنين كم بطولة تاتة أربعين كم تاتة أربعين بطولة أعتقد في الدورة 14 والفرق لا لا بتكلم على بطولات النادي قال لي في الدورة تاتة أربعين تاتة أربعين بطولة واللي تحقيق كريب 14 بتتكلم في عشرات السنين عشان خطر يعني عشرات السنين انت ما تاخدش بطولة أحدة بس هو يبتدي حصلك اللي تحتيك يعني فالنهاردة يا جماعة لا الأمور مختلفة تماما 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 ما ينفعش تعمل مقارنة ما بيني وما بيني كالمقارنة بعيدة جدا يا كابتن عامي المقارنات في الحتة دي يا جماعة بعيدة ما تخلوناش نتكلم صحيح تمام يعني كناس بقى جمهور وكمحبين تمام لأن انت بتوصلنا انتوا بتوصلنا الحتة دي لو هنتكلم كناس محبين وجمهور لا يا عام انت بتتكلم انت ما منفعش أصلا تحط اسمك تكلمني ملجوب ما ينفعش عارف انت زي يعني كارت الفرح كيان لما تيجي تابع الدوة فحط الرئيس في حتة وعروزها في حتة تانية خالص اللو هذا مختلف الناسب مش مشرف الموضوع مختلف جدا يا كابتن عامي فما ينفعش ما تجرجرنيش الحتة دي ما توصلنيش ان انا عاملك معاملة يعني الملوك للناس اللي تحت دايما نتكلم في الكرة واتكلم في الوقت اللي احنا بنشتغل فيه في الوقت الحال عشان نعرف نتكلم كفنيات ما توصلش نحن نتكلم كجمهور عشان ما تزعلش كابتن نوسامة ألف مليون مبروك فوز مستحق النادي الأهلي وهزيمة مستحقة لنادي الزمن مبروك للجماهير النادي الأهلي العظيمة اللي كانت موجودة في السادة القاهرة النهاردة دايما عادة جمهور النادي الأهلي دايما في كل المباراة وراء لعبتها وراء جهازها الفني وراء ناديها مبروك لكل جماهير النادي الأهلي اللي في كل مكان اللي كانت متابعة ودايما بتدعي الفريق النادي الأهلي مبروك للجهاز الفني مبروك لكولر مبروك للعيبة النادي الأهلي النهاردة رغم النقص العددي الكبير عند النادي الأهلي لكن بنقول الحمد لله دايما النادي الأهلي المقولة العظيمة اللي بنقولها وبيرصخها وبيأكدها كل اللعبة الموجودة الاهلي بمن حضر نحن كنا بنعد قبل الستوديو التحليلي كم اللعبة اللي كانت غيبة النهاردة عن المباراة لكن النادي الاهلي كان ليه الأفضلية كان ليه السيادة في المباراة حتى في الشوط الأول وكانت المباراة ما كانتش أفضل شيء النادي الاهلي كان ليه فرص هو الأخطر الشوط التاني النادي الاهلي قدر يترجم السيطرة بتاعته لأهداف بنحي كولر على الأداء الرائع مذاكر نادي الزمال الكواس جدا تشكيل بتاعه في ظل الغيابات النهاردة واقعي تغييراته النهاردة أكتر من ممتازة بنبارك للكابتن محمود الخطيب وهو ده ربنا ربنا اسمه العدل حتى لو النادي الاهلي النهاردة كان سيء لكن الأمور اللي خارج كرة القدم ربنا اسمه العدل ما ينفعش النهاردة واحد كل يوم بيطلع على الهوا مفتوح له الهوا يطلع كل يوم يسب الناس ويشتم الناس والأمهات وقابشع الألفاظ وربنا ينصره استحاله دي توبة فتنة في الأرض علشان كده أنا بقول النهاردة ده قبل ما تكون مباراة كرة قدم ده عدل ربنا ربنا اسمه العدل ربنا اسمه العدل حتى لو النادي الأهلي النهاردة كان وحش أنا بقول لك عندي يقين في الله سبحانه وتعالى من ربنا ينصر الأهلي ده أنا بقول لك لو حتى لو كان وحش لكن النادي الأهلي النهاردة ان ربنا اسمه العدل ما ينفعش هو مفتوح لواحد هو وشلا معاه كل يوم شتيمة في الناس أبشع الألفاظ ما فيش مجلس أعلى الإعلام بيتحرك ما فيش حد بيقول عيب في دولة كبيرة زي مصر وإحنا النهاردة علشان كده أنا بقول مباراة النهاردة دي مباراة خارج التقييم وخارج الأمور الفنية النهاردة عندك تطعنيش تصناعاتك كابتنين نهاردة وإحنا بنلعب مباراة كرة قدم عندك مجلس إدارة ناس بتشتغل عايزة تعرف نواقصها النهاردة شوفي التدعيمات اللي تمت في يناير خلال عبد الفتاح أساسي النهاردة واحد من نجوم المباراة مش من نجوم النادي الأهلي ده مكسب كبير لمنتخب مصر شوف النهاردة مروان عطية حاجة هيلة مكسب لمنتخب مصر النهاردة شوف محمود كهربا مكسب لمنتخب مصر ما بتكلمش على النادي الأهلي بس النهاردة عندك ناس مشغلة أو شغلة تركيز مع فرقيتها عايز أعرف نواقصي عايز دايما أعرف أخطائفين عشان أشتغل عليها مش مستني الكلام السحر والكلام اللي بيترد بيطلع شخص كل يوم أصل الخطيب عامل سحر ده اللي بيطلع أولي الكلام ده ده مكانه مستشفى المجالين في العباسية فبقولك استحالة ده إنسان دخيل على كرة القدم استنى بس أنا بس بقولك أنا بقولك قوة ده ده يا كابت الأيمن ده عدل ربنا النهاردة والله العظيم توفيق ربنا سبحانه وتعالى في البداية للنادي الأهلي وأنا كنت بقول للنادي الأهلي ببقى فيه مجموعة دورة أفريقيا النادي الأهلي ببطر للصوبر النادي الأهلي يكون في كاس العالم الأندية النادي الأهلي متصدر للدورة ده كله ربنا سبحانه وتعالى صحيح ناس المسؤولة في الاعلام انا طلعت برا الموضوع لكن لازم يبقى فيه ربط بالمواضية ان ربنا انا قبل ما اقولك ربنا اسمه العدل ربنا اسمه الايه؟ العدل نروح بقى نعيش اجواء الفرحة مع اعضاء النادي الاهلي في مدينة نصر مع الزميلة برحب بي كابتن ايمن وبرحب جمان بضيوفك الكرام ضيوف طبعا يعني الاستوديو التحليلي الف مبروك الف مبروك لجماهير النادي الاهلي الفوز طبعا ثلاثة صف الحقيقة يعني مبروك اكثر من رائع خليبا يعني ناخد رأي كده الاعضاء الموجودين النهاردة في النادي الاهلي فارع مدينة نصر تكلمني اكثر عايز اعرف من حضرتك رأيك النهاردة في المبروك والله العظيم احنا النهاردة في كمة السعادة وانا كنت متوقع وقلت للسيد محمود بيحزين ان الاهلي هيكسب النهاردة اكثر من المسألية وده ملك ابني قال لي لو جيت النادي معاك النهاردة الاهلي يكسب ثلاثة قول بقى انت اهلاوة اللي ايه انا اهلاوة شايف مين يستحق النهاردة في المباراة يكون رجل المباراة طبعا حمد فتحي وبعديد يانج هي متقسمة بس اول حاجة حمد فتحي وانا شايف ان العيب من فريرة اني طلع المسلوسي وده اكبر غلط انا قلت اول ما المسلوسي يطلع خلاص احنا كسبنا كده اصلا شكرا كلمني بقى اي رأيك في اداء النهاردة النادي الاهلي قدام زماني اللي اول كان بيلاعب بطرق دفاعية جدا لكن الشودي التاني لما حمد فتحي بدأ يتقدمه قدام لا اسنانات معه قدام والمفروض هو رجل المباراة كابتن ايمان يعني زي ما انت شايف طبعا دي فرحة الجماهير موجودة هنا في النادي الاهلي فارع مدينة نص بشكركم وعودة ليه كابتن ايمان مرة تانية فرحة جميلة كابتن اسامة ايه اليوم الحلو ده حلو جدا نتيجة كمان مفاجأة نتيجة مفاجأة لشكل الشوت الاولاني والاحداث اللي قبل الماتش انا مكنت وقعين المكسب بس قلنا 1-0-2 بس انا مكنت وقلت ان انا متفائل امكان انا في الانترو قلت ان انا متفائل قبل الماتش بس كان عندي ثقة كبيرة جدا 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 في العيب النادي الاهلي اه طبعا الحمد لله هم بقى لهم الاربع ماتشات الاخيرة الحالة افضل كتير جدا فترة كده حصل هبوط شوية يعني بداية السنة كاتهيلة بعد التوقف حصل هزة كده في 3 ماتشات ورا بعد ولا حاجة ابتدت الامور ترجع تاني الناس كتير ابتدت ترجع لحالة حلوة احنا اتكلمنا على الجبهة اللي فيها محمد هاني وحسين الشحات ويمكن انا كنت بقول انه الرجل هيسر ان لعب محمد هاني في الجبهة دي لانه عامل شغل هجومي هايل في الجبهة دي وفعلا واضح الشوط التاني في اكتر من كورة خالد لعب فتاح في مركز اه ما لسه بقى وخالد لعب فتاح انا قلتلك لو هو بيلعب قلب اتفاع في سموحة لعب ماتشين ثلاثة لعب في الناشئين فالافضل ان خالد هو اللي يلعب في القلب وهاني يفضل الجبهة بتاعته لانه هو شغال فيها مكسب كبير خالد لعب فتاح اه ما لسه اقولك فكون هيدخل هاني ويطلع خالد لعب فتاح برة يبقى شال قوة الجنب اليمين من هاني اللي هو منطلق وهي برضو تجربة جديدة بالنسبة لخالد في ماتش اهل وزمالك لكن خالد عب فتاح النهاردة رغم اول ماتش لي اهل وزمالك مش مكانه الاساسي كل واحد في لعبة كتيرة عندها مرونة في اللعب في الملعب زي ما قلنا على كهربا بيقدر الاساس جناح لكن يقدر يلعب راس حربة خالد عب فتاح مثلا بيلعب بكرايت لكن المكان التاني سردباك محمد هاني كذلك وفيه لعبة كتير فخالد عبد الفتاح النهاردة عنده ثقة في نفسه شخصية عنده عينه كويسة عكورة كان جريء مش خايف فقدى مباراة ما تيجي نروح بقى لزمالنا كريم احمد ونشوف اللقاء مع خالد عبد الفتاح في اول مباراة ياخدها مع النادي الاهلي من البداية بجد التحية لكل مشاهدين وكل جمهور النادي الاهلي العظيم فوز مهم جدا زي ما اكدنا وانا دور اللعيبة وشخصيتهم وروحهم بالتأكيد كان لها نتيجة كبيرة جدا على منافس وخصم كبير كالعادة لزمالك خالد عبد الفتاح الحقيقة انا بشيد بيلي ان اداءه كان رائع ومماس جدا بقى نيكو وببركلك شارة النادي الاهلي محتاج لعيبة رجالة وبالحقيقة خالد ممكن نهاردة انت اسببتك العادة ان انت ادل المسئولية مباراة عباة جدا محسناش ان خالد اول مرة يلعب دور كبير مع لعيبة النادي الاهلي ان هي تنسجم وتخلي لعيبة كلها تنسجم حابب تقولي النهاردة على الجيم وحابب تقولي على الفوز الكبير النهاردة خالد طبعا الحمد لله الاول والشكر الله طبعا بشكر لعيبة لعيبة رجالة شخصية فرقة جمهور عظيم مصندة عظيمة مش عارفة قولية مبسوط جدا الف مبروك لجمهور النادي الاهلي خالد مش مكانك لكن قديتك العادة انا عارف العابي كرة بيلعب اي حتة لكن انت عارف ان تلعب في مكانك بتطلعها لعندك لكن انت النهاردة اكنك بتلعب مساك كولير قال لك ايه حضرك ازاي المباراة لان المباراة دي كانت مهمة جدا وانت ظهرت فيها بشكل مميز الحياة خالد اهم حاجة بس كنا بنعب بروح وشخصية النادي وشخصية الفرقة اي حد بيلبس تشيرتي بقى من الملحداشر كانو بيلعب بقاله سنين يعني في النادي الاهلي فحمد الله جمهور تقوله ايه جمهور كان ليه مفعول السحر كالعادة جمهور النادي الاهلي مختلف بشكل كبير لكن تقول له الجمهور وايه اللي انت لمسته من جمهور النادي الاهلي في مباراة اه طبعا طول عمر جمهور النادي الاهلي هو السند والدعم الاول بتحس انك ليك ظهر بتحس بتلعب بثقة مهما حصل هم في ظهرك كسبان خسران فده مديك دفع كوي جدا مديك حافز على طول على طول حاس اللي انت اكتف على طول الجمهور عظيم بس باشكر الجمهور لكن لسه اللي جاي خلاص خلاص الفترة اللي جاي ناس عايزة نشوف احسن من كده ان شاء الله خلد يوقع جمهور النادي القلي ويوقع النادي القلي الفترة اللي جاي باي ان شاء الله ناخد الدوري وبإذن الله كاس وفي كاس العالم ما نقدر نوصل لأبعض مدى ان شاء الله نهائي بإذن الله ان شاء الله الله بارك فيه بنشكر اكيد خالد عبدالفتاح واحد من اللعيبة المميزين جدا الحقيقة كان ليه تأثير وكان ليه دوره زي ما اكدنا وقلنا الدور الكبير مع لعيبة النادي القليل انها تدخل اللعيبة على طوله وتنسكن مش مكانه لكن الحقيقة النهاردة كل اللعيبة كانت ممتازة لكن احنا اجدنا بخالد لان كان دوره مميز جدا غلطاته كانت بسيطة جدا يدل على التركيز الكبير اللي احنا كنا بنقول عليه على قبل المباراة يمكن قلنا التركيز والوعي الكبير اللي فيه لعيبة النادي الاهلي ان شاء الله يقدر يحسن المباراة يا رب ان شاء الله يكون القادم افضل لفريق النادي الاهلي النادي الاهلي محقاش حاجة لسه بطولة الدورة طويلة ولسه القادم افضل ان شاء الله لفريق النادي الاهلي جميل الفرح بصراحة يوم من اجمل ايام الجماهيب بتعيشها القيمة بتعيشها مش عشان حاجة علشان قيمة الماتش نفسه الماتش احنا بنقول تجاوزا لقاءات قمة لان ده المنافس اللي تحت زي ما قالوا الكباتل اللي هو تحتك بالأرقام طبعا الفروات كبيرة ولكن هو اللي تحتك بالأرقام نادي الأهلي ادى درس النهاردة درس يتعلم منه اللي ما بيعرفش يتعلم كابتن رسامة آسف للمقاطعة ونكمل الكلام فنتيجة كبيرة وقلنا الشوت الثاني أداء هايل يعني لعبة كتير ظهرت بشكل كويس وإحنا بنقول بنحيي خالي عبد الفتاح أنه هذه الشخصية أنه عنده شخصية عنده ثقة في نفسه وصحيح لعب الماتش اللي فات آخر ربع ساعة ماتش سموحة لكن مش اختبار يعني لقري كسبان نتيجة ثلاثة وهو يلعب آخر عشر ده عادي لكن النهاردة بيبدأ في مركز قلب الدفاع اللي هو مش مكانه الأساسي هو مكانه الأساسي ظهير أيمن وبيلعب قلب الدفاع يتحمل هو ورمي ربيعة قيادة خط الظهر من الخلف فأول مباراة تعتبر جيدة جدا لي ثانيا النادي الأهلي كسب فيها المنافس التقليدي بنتيجة كبيرة ثلاثة صف ففتحت خير عليه ونتمنى أنه هو يعرف قيمة كشرة الأحمر والنهاردة هو أثبت كده فنرجو ان شاء الله أنه يستمر ويبقى إضافة مع زملائه اللي الناس كتير فيهم النهاردة قدت بشكل كويس يعني ديانجو وحمدي فتحي قاموا بدور كبير جدا واعتبروا بالنجوم اللقاء الشتوط التاني سواء في الاستحواز والسيطرة على الكورة سواء في التكملة الهجومية كنا حمدي فتحي النهاردة مواقف كتيرة جدا داخل الثمنتاشر أو على الأطراف زي الجنة التالت متحرك كويس بكرة التانية اللي عملها الكهرباء قطع بشكل كويس أوي في ظهر ديفينس نادي الزمالك الزناري وبين الزناري وبين عبدالغاني والعيبها الكهرباء هدف جميل كهرباء قدر يتابع وحطها بشكل حلو فمش عايزة أغفى الحد طبعا كهرباء مبروك ليه تاني هدف على التوالي بعد فترة غياب طويلة رغم لسه هو بيلعب يعتبر بربع طاقة ربع طاقة لا سيبك من إمكانيات إمكانيات الفنية ممكن جدا ساعات بيبقى ممكن أفضل ما يجيبش هو جاب هدف الماتش اللي فات وصناعة هدفين والنهاردة جاب هدف الإمكانيات ممكن تخش فيها البدنية كمان لكن أنا أقصد بيلعب بربع طاقة البدنية أو نصها لأنه غياب ست سبع شهور عن اللعب فإن شاء الله نتمناله الاستمرار على هذا المستوى وإنه يعني يكون عنده استمرارية ودافع إنه يقدم زي ما النادي الأهلي قلنا قدم لكهربا الدعم الكامل في ظروف الوقف ده إن شاء الله كهربا كمان يرد الجميل ده نروح لزميلنا كريم أحمد ولقاء مع محمد الشناوي حارس مارمال نادي الأهلي بجد التحايل كل المشاهدين وكل جمهورنا العظيم فوز مهم جدا وكل مرة نأكد على هذا الأمر الشخصية الكبيرة والروح والإصرار والتحضير الجاية الجد اللي هي من كبار لعب النادي الأهلي على رأسهم طبعا حارس متخب مصر الأول وحارس النادي الأهلي الشناوي مبروكة شنو يعني مباراة مهمة جدا تركيز كبير برغم الغيابات والإصابات طبعا بقول للعابة ألف ألف مبروك النهاردة كنت رجالة وبقول له جمهور مبروك وبقول له الإضارة مبروك وجهاز الفني مبروك اللعبة النهاردة قدت اللي عليها وعملت اللي عليها كنا ن ними تمنع فترة noi بإنجهز للمباراة ونحن عارفين المتش صعب جدا وحن عارفين ندي الزمالك ندي الزمالك ده ماتش يبقى مختلف يعني بيبقى لي حاجات خاصة طبعا بس النهاردة الحمد لله العابة عملت اللي عليها وقدت التعليمات اللي خدتها من الجهاز الفني واشتغلنا الاربع تيامين اللي فاته واشتغلنا بشكل كويس واللعبة كانت مركزة ده أهم حاجات تركيز وروحه النهاردة كان في الملعب يعني الحمد لله يمكن كان دوركو كبير مع خالد ومروان لان انت عارفش اننا وان انت تدخلوا اللعيبة بسرعة محتاجين للعيبة الخبرات حدرتهم ازاي النهاردة خالد بيظهر بشكل مميز كهربا الحقيقة ربنا بيكافؤوا مرة واثنين وثلاثة شريف النهاردة ممتاز حدرتوا ازاي اللعيبة الجديدة عشان تخش تنسجل معكو سريعنا شني نا اكيد من اول يوم بلعبة جديدة تكون موجودة كهربا طبعا بالفترة كبيرة معنا وعارف النظام كويس جدا لعبة كبيرة بصراحة بيعملوا معنا مجهود كبير جدا لعبة جديدة طبعا اول مجهود عارفوا النظام واحنا من دعمهم واحنا في ظهرهم ده اهم حاجة اهم حاجة يعرفون اللي احنا في ظهرهم وانا احنا اللعبوا زبا انتوا كنتوا في انديتكو وانتوا جاي منها والعبوا بسكة وانا فيش ايه حاجة واحنا في ظهركم لعبة كبيرة بصراحة وقفت جنب وانا في جنب احد صغير كبير جديد قديم احنا كلنا واحد احنا فرقة جماعية مش فرقة باسم حد ده اهم حاجة واحنا النهاردة انت شايف المرعب كله بيدافع كله بيهاجم مع نفس الوقت ده اهم حاجة في التيم والروح والتركيز مش اطول عليك لك النادي القليل محقاش حاجة مباراة بثلاث نقاط لسه عندنا كمان مهمة كبيرة جدا نشانها ومباراة الدول ولسه كاس العالم تحضير ازاي الفترة لجيشنا ده طبيعي طبيعي النهاردة نفرحها بكرة نبدأ التمرين ونفكر في ماشي بنك الهل ده طبيعي يعني بس انت برضو بتلعب نادي كبير نادي نادي الزمالك المنافس بتاعك لازم تديره احترامه وتحترام الجمهور بتاعه ده اهم حاجة يعني ما تكسب نادي الزمالك الناس بتفرح يعني انت بتتكلم ماتش ما بتفكرش هو ماتش كاس ماتش دوري ماتش سوبر ما بتفكرش هو لي حسبات خاصة يعني اكيد طبعا نهاردة نفرح كويس جدا من بكرة نقفل الصفحة خلاص ونفكر في البنك الهل على طول ان شاء الله كيرا جمهور النادي القليل كلمة سريع الجمهور الوافي اللي ليه يعني مصفول السحر في كل المباراة الحياة اكيد هو بالنسبة لنا رقم واحد مش رقم اتناشر يعني هو ما بيجي ده عام انت شايف النهاردة جمهور الجمهور هين النهاردة جمهور الزمالك والجمهور الاهلي الماتش النهاردة كان فيه حماس كبير جدا عشان الجمهور موجود يعني نفسي لسات كله يكون ماملية عشان اللعيب النهاردة الرتم كان عالي والناس كلها عندها روح ولسات كويس جدا والأرضة كويس جدا والعيبة مبسوطة هي بتلعب من الفرقتين وفي روح عالية جدا جوها الملعب ده اهم حاجة بقلنا فترة كبيرة الروح بين اللعيبة بين الاهل والزمالك ده حاجة كويسة جدا احنا اخوات في الأول في الاخر بس جوها الملعب نفسي بس شكرا شكرا فرحة كبيرة طبعا بس يا ريت لو سمحتوا تجبوا لي الجول التاني من بدايته اه يعني انا عايز اشوف الجول التاني احنا شفنا الجول اول كتير وعايزين نشوف الجول التاني من بدايته ليه لو موجود عايزة بص على حاجة معينة. اتفضل. عشان لو لو عايزين نحللها مع بعض. اتفضل نشوفها. لما لما تبقوا جاهزين بقوا نزلوها. دي بقى زي الفراعنة. جاهز طب نزلها لي. نزلها لي. نشوف. ماشي. هالكة. اه انا شفت كده. اه انا شايف فيه تغيير على الخط كمان كان هيتعامل. اه اه اه. ده مع بداية الهجمة بتاعة الجول التاني. اه. يعني انا شفتها اتفايلت ان الكرة دي ممكن تجي جول. هتهلي مرة تانية برضو معلش معلش. عايزة اشوف مين اللي كان مين اللي كان برا بيسخن. ايوة ايوة ايوة. انا شفت اللقطة دي حسيت ان الكرة دي هتخش جول يا كابتن عادل. ليه مين اللي بيسخن. يعني انا شفت اللقطة دي لما وسعه الكادر على الخط. اتفايلت بالتغيير. بص يا كابتن اقول لك حاجة يعني كل واحد بيعد كسب كب مرة زمانك او تعادل كب مرة. اي. في لعيبة ما كسبتش الاهل مرة. بس والله حصلت ان الكرة دي هتخش جول يا كابتن عادل. انا عارف انا قلت ليه? علشان طاهر ومروان والشو محل. ايه? مروان. مروان عطية وطاهر محمد طهر. طب رجعلنا تاني معلش. ومروان كم برا? اه واقفين على الخط مروان وطاهر. اه اه اه. مروان ايوة صح. مروان اه صح. طاهر محمد طاهر سجل سجل المباراة. صانع في المباراة السابقة ومروان اعطيه اول مباراة لي. ايوة صح. مكسب كبير. بس كان في باركة على الخط. الزمالك كان بتغير. ايه الزمالك كان بتغير. ايه الزمالك? فانا حدث النهاردة مش كبير. لان احنا كسبنا ستة قبل كده. انت كسبت ستة وكسبت خمسة وكسبت اربعة وكسبت تلاتة قبل كده. الحدث مش كبير. بس هو الحاجة اللي تساعدك لعبتك. صحيح. الحاجة اللي تساعدك انك انت عندك مجموعة لعبة كتير كويسة. عشان كونك انك تساعدك احداشا لاعب او تسعة او ايهما. ده ده اتنين تلاتة بيهدوا فرقة. بيهدوا منتخب. طب واحد بس احيانا بيهد منتخب. لكن انت انا سعيد بدي. الحاجة المهمة بقى اللي انا اعزا اقولها لك. طب ما بقولك. يقابل الحاجة المهمة ما تيجي نروح فيه. زمننا كريم احمد. روح لف. ولقاء مع حسين الشحاء في النهارة. لاعب النادي الاهلي. المبارك من جديد لعبة النادي الاهلي. ومستمرين معاكوا طبعا بتأكيدوا مع كل جمهور النادي الاهلي. لحظات مهمة جدا ويمكن كمان الفرحة مهمة جدا. احسين الشحاء واحد من نجوم للنادي الاهلي ربنا ما بيكافئ. بيكافئ لعبة النادي الاهلي. مش هتكلم بقى على اساسك. هربع كلم على النهاردة. على حسين رجلته على المباراة الماضية. حسين بركز بشكل كبير جدا مع النادي الاهلي. عايز يحقق حاجة مع النادي الاهلية. شايف مل جيمة النهارده. thoroughly for amazing knowledge بالله طبعا الحمد القول على الماكسب طبعا. يعني أهم حاجة. طب تلعب النهارده نادي الزمالك. يعني كمه يعني فريق كبير طبعا. فانت المنهارده انت بتلعب على. بك Wales vi كسب. فطبعا يعني مباره كبيرة سواء احنا أو هم يعني على الأهل جماهير. طبعا جمهور كبير. جمهور mercy برضه طبعا جمهور كبير نح shredded. طبعا حاجة كبيرة. literally كنا عايزين نبسيتهم وعايزين نسعدهم فدي حاجة كبيرة جدا فالحمد لله يعني طبعا يعني النهاردة يمكن اللاعبة كلها كتقلبها على قلب بعض وكنا عايزين كمان كهربا نساعة كهربا يجيب جون يمكننا كنت مبارح ولتقول له إن شاء الله ربنا أكرمك أنا عافلين أنت أجيب جوني النهاردة فالحمد لله يعني ربنا كرمه وطبعا مبروك لجمهور الأهل العظيم واللي جاي إن شاء الله أحسن وأحسن إن شاء الله فالسنادي بإذن الله أجيب لكم كل البطولات إن شاء الله كار الزاد كان مهم جدا حسن بالنسبة لك ويمكن أنت حطيت كهربا في صورة جميلة جدا ودي الروح الكبيرة قلنا سر نجاح النادي الأهل هي سر قلت لبسل وعلافت طيبة جدا كلمني عن كوليزني لأن الجمهور النادي الأهل محتاجة طبعا يعني دي حاجة طبعا يعني دايما النادي الأهل كده دايما النادي الأهل بيكسب البطولات بكده سواء بالدورية أو أفريقيا أو بيوصل بما بيلعب كاس عالم أو السوبر أي بطولة الأهل بياخدها هو دايما اللي إحنا كلنا على القلب بعض فده اللي حصل فعلا والفترة اللي فاتت إحنا كلنا قلبنا على القلب بعض وكلنا عايزين نحاق أدوات فالحمد لله يعني النهار ده كان باين موتش اللي فات كان باين الموتشات اللي فاتت أصلا أخر كان موتش باينة جدا الحمد لله إنكار الزاد عدنا كلنا كان باين جدا فدي حاجة كبيرة فربنا يكرمنا إن شاء الله بإذن الله اللي جاي أحسن وحسن إن شاء الله وإزدقلول أهول مبروك طبعا ليكم ألفا مبروك لكم أفريك فيك يا حبيب يا رب وعلي معلول أهول معاك وربنا يكرمه إن شاء الله في اللي جاي إجمي نجوم النادي الآلي الحقيقة علي معلول واحد من أهم لعبة النادي الآلي الشخصية الكبيرة والروح أما بنشوف علي في العرض الملعب وبيكلم لعبة النادي الآلي وحفزهم يعرف قد إيه الخيمة الكبيرة جدا عشان كده جمهور النادي الآلي بيعشق حاجة أسماء علي معلول مبروك علي مبروك مبروك مهمة جدا غيابات كثيرة لكن الآلي بما الحضر الكل كان على قلب الرجل الواحد تحديات كانت صعبة جدا لكن كالعادة فرحته الجمهور وفرحته الشعب المصري كله علي أكيد أكيد ألف مبروك لكل جمهور النادي الآلي على الانتصار الممتاز مقابل الدربي كنا عارفين قيمة المقابلة هذه حاضرنا المقابلة متاعنا كما يلزم تخلنا للمقابلة معنويات مرتفعة نعرف الفارق النقاط بيننا بين نادي الزمالك خصوصا في الفترة الأخيرة نادي الزمالك كان بيمر شوية مشاكل لكن احنا كنا مراكزين للمقابلة كنا عارفين أنه تلاتة نقاط هذا مهمين يخلينا نوسع الفارق مع أقرب المنافسين دينا ويخلينا نحضروا إن شاء الله الكاس العالم الاندي في أجواء ممتازة نسافروا للمغرب والمعنويات متاعنا مرتفعة العيبة الكبار يمكن أكدت على هذا الأمر كمان الوافدين الجودل كان ليكوا دور كبير جدا معاهم من أنتم دخلوهم في الجيم ودخلوهم بسرعة شفنا خالد النهاردة أداء مميز وشفنا لعيبة كثيرة جدا إزاي قدرتوا توصلوا لعيبة الحالة الانسجام دي علي أكيد أكيد اللاعبين الكل على قدر المسؤولية اللاعبين كل عارفين قيمة النادي الأهلي وقيمة التشارتة على النادي الأهلي اللاعبين القدامة حتى اللاعبين المصابين كما عمر السلية متولي عبد المنعم كلهم كانوا موجودين اليوم والتحفيز اللاعبين الكل الصفقات اللي جهت قدمت مرضوط متميز كما خالد عبد الفتاحة ومروان لكن أهم من هذا الكل هو عودة كهرباء اللي خلينا ندخلوا سجلنا الهدف الأول اللي سهلنا أكثر المقابلة نشكروه إن شاء الله يكون عودة ميمونة إن شاء الله الكهرباء وإن شاء الله يكمل على نفس الاسق إن شاء الله نتطور عليك لك الجمهور النادي الأهلي العاشق العلي معلول اللي بيحفز ويدعم ويساند رسالتك لإيه وشايف اللي جاي إيه عالي بالنسبة لنادي الأهلي لازم احنا شوفنا الجماهير تعنادي الأهلي اليوم والموساند الكبيرة اللي قدموها في تشجيع اللاعبين على طول مدار 90 خيقة كانوا ما أخفوش تشجيع اللاعبين نتمنى إن شاء الله في قادم مقابلة يكونوا موجودين بنفس العزيمة وبنفس الروح إن شاء الله احنا كلاعبين نحاولوا ديما نخليهم فرحانين إن شاء الله شكرا بنبارك لكل العبت اللي نادي الأهلي الحقيقة خلاص إذا ما إحنا عارفين مباراة تنتهي ثلاث نقاط انتهire والنادي الأهلي يفكر في القادم إن شاء الله بإذن الله يا رب يا رب إن شاء الله بإذن الله كل توفيق للنادي الأهلي بإذن الله إن شاء الله صغتنا كبيرة في كل اللعبة مباراة وانتهت والقادم يكون أفضل عندنا مهمة كبيرة جداً لسه في بطولة الدور العام ولكل حتس الحديث في بطولة كأس العالم فرحة جميلة زي ما قلنا وشوفنا فرحة لعيبة النادي الأهلي شفنا حسين الشحاج، شفنا علي معلول عجبني جداً علي معلول في كلامه عن الفرغة طبعاً عجبني جداً الاتزان فرحة تكسبان ثلاثة و عامل نتيجة ولا أروع عامل نصف ساعة عاشرط التاني درس كسبان ثلاثة ولسه المتشف خلصة من نصف ساعة و مع ذلك فيه اتزان في التصريحات فيه اتزان في الفرحة علي معلول كلم على اللعيبة زمايله يعني هو ما كلمش عن نفسه كلم على اللعيبة زمايله تكلم على شريف تكلم على كهربا تكلم على الحمد تكلم على المجموعة بتاعة النادي الاهلي من غير ما يتكلم على علي معلول هي دي روح أو هو ده لعيب النادي الاهلي هي دي روح لعيبة النادي الاهلي لعيبة النادي الاهلي يعني لقدر الله لقدر الله كانت النتيجة عكسية كنا شوفنا حاجات غريبة جدا 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 النهار لا بس هم دول لعيبة النادي الاهلي هي دي شخصية النادي الاهلي هو ده اللي تعلمناه وبيعلمه دايما النادي الاهلي تعالوا بقى نروح نكمل فرحتنا مع اعضاء جماهير الاهلي ونروح لزميلتنا مريم سميع في اهلي اشتغزائي عودة ليك يا كابتن ايمان مرة تانية وعقب فوز النادي الاهلي على نادي الزمالك طبعا بثلاثية نظيفة في ليلة حمراء بكل المقاييس وطبعا يعني ده في الجولة 14 منه عمر الدوري زي ما احنا شايفين فرحة اهلوية كبيرة جدا من داخل فرحة النادي الاهلي بالشيخ زايد يمكن كل الناس هنا كابتتهافت بي يعني سواء كهرباء حمدي فتحي علي معلول ايضا محمد شريف كل الناس فرحانة هنا فرحة كبيرة جدا زي ما انا قلت لك في البداية ليلة حمراء بكل مقاييس خلينا دلوقتي نشوف ردود افعال طبعا جماهير النادي الاهلي اللي كانت حريصة ان هي تشاهد طبعا المباراة النهاردة ولان النهاردة بقى رأيك ايه في المباراة وشايف مين رجل المباراة كمان بسم الله الرحمن الرحيم اول حاجة احب بالك لكابتل محمود الخطيب لان الصفقات اللي جابها الكابتل محمود الخطيب دي غيرت الاهلي خالص وتاني حاجة اقول للخصم التاني الاهلي لقانكو دارس مش هتنسوه ابدا وكهرباء ان شاء الله ربنا هتطلعهم العضية بتاعته دي وهيبقى هو الفرس الوحيد لنادي الاهلي هي ليلة من كهرباء وما جابوش متحة تشاهده من ايه كان عادي ليلة زرق تغييرات النهاردة رأيك ايه تغييرات مستر مارسال كولر النهاردة في المباراة بالنسبة جدا وبصراحة ما شاء الله ده رجولي من كل اللعيبة وبصراحة خدوا الدرس محترم جدا واسبتنا له من الاهلي موجود 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 والجيل ده هو اللي هيعود الجيل الزهبي بتاع كرة القدم بتاع النادي الاهلي ان شاء الله تقول ايه الكهرباء النهاردة بيتقلق في تاني مباراة بعد عودته للملاعب نصف نهائي كأس مصر سموحة والنهاردة هو السبب ان احنا نرجع تاني مباراة في الشوت التاني تقوله ايه انا قلت اصلا من الاول ان الكهرباء هينزل يجيب جون وكنت متوقع ان الكهرباء هينزل يجيب جون وقلت ان الكهرباء هو راجع بقوة ولق النادي الزمالك درس ما حدش هينساه ونينينينينينينينينيني قمى 125 نهارده الأهلي وزمالك دايما بيبقالية حسابات تانية لو نهارده اتكلمنا عن رجال النادي الأهلي كنا نازلين يمكن فيه إصابات كتير في الفريق ولكن دايما الأهلي بما نحاضر تقول إيه رجال النادي الأهل؟ لأ بجد لعبه موراك ويسة جدا مع لعبه بروح الفانيلا ومخافوش من إصابات ولا أي حاجة وكانوا معتمدين على روح الفانيلا وأقدمه موراجم ده بصراحة تقول إيه لمستر مارسال كولر النهاردة وتغييراته رأيك فيها إيه بعد على طول ما طلعك هاربا ونزل شريف يمكن شريف أحرز الهدف التاني على طول أنا حب أقول له والله ألف ألف مبروك للنادي الأهلي وكل المشجعي ومحبي وإن شاء الله إن شاء الله في كاس العالم نعمل أداء هايل 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 والتغييرات صراحة محمد شريف عمل أداء جدا بعد عودة طبعا من الصيام التهديف اللي هو كان فيه طبعا عدلنا بكل قوة ونحب نقول له نحب نقول لك أهربا نشده لكم اللي جاي أحسن إن شاء الله وإن شاء الله إن شاء الله تقدمه أحسن والحمد لله الصفقات بتاعتنا قدم الشغل والحمد لله الحمد لله الأهلي بإيمان حضر حتى أي غياب ميأثرش على حد نص الملعب كواسي الحمد لله الحمد فاتحي رجل المباراة محمد شريف رجل المباراة ألو ديانج أداء هايل في الدفاع الحمد فاتحي ما شاء الله وإن شاء الله عمل اتنين أسس في المباراة دي ومشارك في الجنة التالت يعني صراحة صراحة أداء هايل جدا جدا من جمهور الأهلي من كل لعبة الأهلي وإن شاء الله إن شاء الله الدور السنادي عندنا إن شاء الله في الجزيرة مباراة النادي الأهلي دايما بتبقى صعبة كنتم توقع النهاردة النتيجة دي للنادي الأهلي وده النادي الزمالك دايما مباراة النادي الزمالك بتدي دفع للنادي الأهلي وإن اللاعبة جدا تقدم أحلم عندها وان شاء الله انتصر يعني يثبت الاهل على الصدارة قبل ما نروح كاس العالم الان دي وان شاء الله هنعدي من ريال مدريد بإذن الله زي ما انت شفت يا كامتن ايمان ده يعني بعض قليل جدا من ردود عفعالي الجماهير هنا طبعا بفارع النادي الاهلي بالشيخ زايد يمكن عقب احراز علي معلول الهدف التالت في الدقايق يعني يمكن اخيرة من الشوت التاني ولكن كان عندهم امل ان يبقوا اربع اهداف كمان في الوقت بدلت ضيع ولكن الحمد لله ثلاثية نظيفة وليل حمراء بكل المقاييس طبعا لسه مستمرين معاك في اجوان هنا من داخل فرع النادي الاهلي بالشيخ زايد يا كابتن ايمان كلمة ليك مرة تانية شكرا جزيلا الزميرة عزيزة ماريام سميح كابتن عادل ايمان سمعت ألو سمعت ألو كانوا مستنين الرابع النادي الاهلي مستني ان الاهلي يكسب الرابع كان مفروض الخامس والسالس ليه لان النادي الاهلي في اخر نص ساعة كانوا تساعد المبارا صحيح كان يقدر لو قرص اكتر كان يجاب اجوانه لكن الحمد لله كويس الحتة بقى اللي انا عايز اقولها لكم عشان تريحوا نفسكم الفرق في الوقت الحالي النادي الاهلي بعيد عن الفرق المصرية كتير انا بكلمكم بجد بحس البطولات وبحس الانجازات وبحس الفكر والادارة والنادي بيدرس زي واللعبة والفرق بيدرس زي وانت كل سنة بتلعب دورة عبطال فالمفترض ان الناس هتجرجرك لخارج الملعب فما محدش يروح للحتة ده خليك جوه الملعب حتى اي حد يسب اي حد يتكلم برضو ما نبصلوش يعني ما نبصش الحاجات دي كابتن عادل عسلو يا كابتن اقول لك حاجة هو دلوقتي انت في حاجة اسمها انك انت اجزب اجزب يا حدا ما تصدق كذبتك انا احيانا عشان ابعد الجمهور عن الملعب يعني النهاردة مسلا يتقلق في الكورة لما النادي الاهلي يبقى غيب عنده 11 لعي ويكسب 3-0 وكان ممكن مرشح انه يكسب 5-6 ودي فرقة ما رحل يعني واحد ولا اتنين اللي غاب يتقلل المقولة اللي دايما تقال الاهلي بما نحضر هي دي شخصية يا كابتن احنا نقولها لكن شوف عارف انت لو خسرت النهاردة كان هتطلع تقول وما كنتش كويس كنت هتطلع تقول احنا مش كويس استعدناش كويس ملعبناش مباراة كويس لكن في افكار تانية في فكرة تانية بيتعامل انك انت ابعد الناس عن الملعب ابعدوا الناس عن الملعب يعني ازاي اتكلموا خارج الملعب خلي طول الوقت احنا نبعد الجمهور بتاعنا عن اداء الجوة الملعب ازاي هتبعدوا ازاي هتبعدوا بالخلافات هتبعدوا بالمشاكل هتبعدوا لكن انا عادتا انا بحترم كل الناس وبحترم الفرق كلها دي حقيقة لكن انا ما بحترمش اللي ما يحترميش أنت فاهم؟ وإحنا في كرة القدم أنت الأول أفريقيا أنت بتكلم أنا يا جماعة أنا بزعل لما حد بيقارن حد بالنادي الأهلي في الوطن العربي حتى أنا بتكلم على النادي الأهلي لما بينازع ريال مدريد على أفضل نادي إنجازات قرية ده واحد النادي الأهلي أكبر نادي واخد بطولات في العالم خلاص بقى رقم واحد بتهيألي يعني إحنا الأول لأ لا احنا 136 إحنا الثاني ولا أحد كده لا الأول أنا شفتها في آخر إحصائيات أنت قمت بالأول عمتا بطولات عمتا كل البطولات أنا بتكلم على كل البطولات فأنت لما تتكلمني ما تتكلمنيش به على 144 بطولات أيو جميع البطولات أنت الأول القرية أنت هو ريال مدريد على العالمية يعني نتكلم على الناس اللي مر كابتان عادل هو مين وصل أو مين يعني بالمشاركة التامنا إن شاء الله مين راح كسل عالم للأندية غير نادي الأهلي فيه فرقتين من أفريقيا لا أنا متكلم عن الفرقتين من مصر ما فيه هو نادي الأهلي اللي راح عاستشوف نادي الأهلي بيدفع تمن المرتين اللي كانوا المرة اللي فاتت بجد أنا بكلمك بجد بيتمن إيه المبارات الزيادة الضغط اللي بيبقى عليك انت بيجي عليك أوقات كتير قوي فيه ناس عايزك تخسر تخسر ليه علشانين انت خلاص يعني انت يعني مش عارف يجيبوا منافس فيش منافس ليك أنا مش بتري على حد أنا بتكلم المنافس دائما بالأرقام مضبوط انت لما تكون بتنفسني أنا واخد عشرة دوري وانت واخد خمستاشر أو واخد تلاتاشر لكن أنا أخد اتنين واربعين وانت أخد اربعتاش تبقى المنافس بتاعي ازاي صحيح انت فهمني يعني طب ما تيجي نعيش مع الجماهير وفرحتها ونروح لزميلتنا سالة حامد من أهل الجزيرة من جديد براحب بك يا كابتن أيمن وبكل ديوفق الكرام في الستوديو وبكل مشاهد يوم تابعي شاشة قناة النادي الأهلي في كل مكان وبريك لك تاني يا كابتن أيمن ولكل جمهور النادي الأهلي وزي ما قلت لحضرك إن شاء الله نكون معك بعد مباراة اليوم عشان نحتفل طبعا مع جميع جمهير النادي الأهلي داخل مقر النادي الأهلي بإلجازير ويمكن زي ما حضرك شايف طبعا ورايا فرحة وجود أعضاء النادي الأهلي جدا جدا على النهاردة اللعب كان حلو قوي برجولة كلهم كلهم ما شاء الله عليهم عشرة على عشرة ما شاء الله والصفقات الجديدة بصراحة إحنا تمتعنا النهاردة بس أنا بصفة شخصية كان كنت نفسي أتمنى محمد شريف يرجع المستوية وفرحانا لي قوي 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 والكهرباء ما شاء الله ربنا يا رب دايما من نجاح لنجاح ودايما كده يتحفونا بالبطولات الجميلة على طول دايما طبعا زي ما حالك شايف شايف يا كابتن أيمن الأجواء ورايا وعايز أبارك طبعا ليك مبروك النهاردة فوز النادي الأهلي عن altri الزمالك شايف الأداء الزمالك شايف الأداء الزمالي النهاردة للاعبة النادي الأهلي وتحب تقول لهم إيه والجهز الفاني أنا حابب أشكر حمدي فاتح على الأداء المشرف العمل والنهاردة هو الفضل ربنا صام هو السبب في التلاتجوان ومبروك لكل الأهلوية ومبروك لمحمود الكهرباء شايف المبرار النهاردة زي وتحب تقول إيه اشتركوا في القناة 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 واحنا اشتركوا في القناة 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 والانتصار اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة بشكرا جميعا اشتركوا في القناة تنبيوا في القناة اشتركوا في القناة والإنصارات كلم جميل وتهنئة جميلة من كابتن محمود الخطيب محترم جدا يا كابتن أيمن تقدير رئيس النادي كابتن محمود الخطيب بقيمته الكبيرة وتقديره لجهود اللعيبة وجهود المدير الفني برغم أننا فعلا زي ما قاله بنتعامل في جو مضغوط بشكل كبير جدا 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 إعلاميا وكرويا ورياضيا وكل حاجة تقليل من إمكانيات وقدرات وإنجازات وبطولات النادي الأهلي أصبح الأمر بصراحة دم متقيل كل ما تيجي تكسب يقلل لدرجة أننا مرة كسبنا خمسة فقولك يا عمد أنت كسبان خمسة ثلاثة يا عمد أنت كسبان خمسة ثلاثة لا 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 نفوز نشروط التالي لا يقولك نحنا كسبانين تكسب خمسة لا درجة في التارة جواني عمد أنت خسرها خمسة فكل حاجة بيحاول أنه هو يقلل لك قيمة الانتصارات بتاعتك ويقلل من إنجازاتك ويقلل من قمتك الكبير حقي ولكن من فضل لأنه جمهور الأهلي جمهور كبير وجمهور ويعي الحمد لله إدارة الأهلي متمثلة في كبت الخطيب ومجلس الإدارة يعني بيشتغلوا لمصلحة النادي بشكل كبير جدا 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 وعارفين قيمة وقدر النادي الأهلي بشكل كبير وفيه ثقة متبادلة ما بين جمهور النادي الأهلي وما بين مجلس إدارة النادي الأهلي ودي أفضل حاجة أنك أنت تبقى واثق في الرجل اللي بيدير المنظومة بتاعتك وانت كمان يعني ناس بتديروا المنظومة يعني مقدرين قيمة وقدر الجمهور الكبير بتاع النادي الآلي تحملوا الضغوطات بشكل كبير جدا يعني احنا هنا هو كابت الخطيب بيتكلم كرئيس نادي وعارف ان في الامر صعب جدا وان مسئولية كبيرة جدا على من يرتدي قميس النادي الآلي أو يبقى مدير الفن للنادي الآلي او من يدير الكرة في النادي الآلي المضوع صعب لانك انت ما بتبطلش تحلم واتبطلش الطلال لكن احنا هنا في الاستوديو احنا بنحب نفرح شوي احنا هنا بنحب يعني يبان علينا الفرحة لان احنا خلاص احنا نعتبر جمهور في الوقت الحالي فالجمهور من حقه يفرح ومن حقه يتبسط ومن حقه ينزل الشارع ومن حقه ان هو يعني يتكلم ومن حقه ان هو يعبر عن فرحته في كل مكان احنا هنا بنعبر عن الفرحة بتاعيه يعني ومبسوطين جدا ان الحمد لله النادي الآلي كسب ونفضل طوله عمران الحمد لله فخورين بنحب بننتامل للنادي الآلي وهغد يمكن يعني كلمة كان قاله احد كبات الاندية قال لك احنا النادي بتاعنا ما بتدربش ألمين وراء بعض تمام احنا الحمد لله دربنا النهاردة تلتة إعلام شكرا لكابتنا تكمل الكلام بلال طبعا بلال عبر عن الموضوع بشكل جميل جدا اكيد كابتن خطيب بقيمته كبيرة كواحد من اساطير كرة القدم في النادي الاهلي وفي افريقيا وفي الوطن العربي مر بمراحل منظومة كرة القدم من بدايتها كلها كلاعب وطبعا احنا يمكن عصرنا طبعا فترة جميلة واخدنا فيها ابو طلال في الملعب ثم مدير كرة علينا ثم عضوة امين صندوق ونائب الغاتما بقى رئيس النادي الاهلي فهو بيقول بعض الحاجات جوه الكلمة دي احنا نحسها يمكن اكتر من اي حد تاني صحيح اولا موضوع الجماهير الناس كلها بتشتغل عشان الجماهير ولولا جماهير النادي الاهلي والشعبية الكبيرة اللي بيحظى بيها في مواقف كتير كنا يعني سلمنا او ما كناش بنفس المكانة اللي النادي الاهلي فيها دي فجماهير النادي الاهلي طبعا وقفة وراء النادي الاهلي تول عمرها في اي موقف واستحملت كتير في اوقات معينة فمن حقها تفرح لكن النقطة وطبعا هنالجهاز الفني واللاعبين والجهاز الاداري والطبي وكل الناس اللي اشتغلت وقدت النهاردة لكن في كلمة مهمة جدا اللي هي ايه نفكر في ما هو قادم يعني نفرح النهاردة ونفكر في ما هو قادم صحية فالنادي الاهلي هو قدره كده قدر اللي بيلعب في النادي الاهلي ويمكن هي كلمة دي في البيان ده انه قدروا انه على طول مطالب ببطولات ومزيد من البطولات وحتى انت اللعبة لما جات في اللقاءات اللي معاها ما تحسش ان الفرحة مبالغ فيها يعني انت كذبان الغريم التقليدي بتاعك نادي الزمالك ثلاثة صفر ومطش عصيب ومطش ممكن يكون مؤثر في بطولة الدور العام وعند غيابات ومع ذلك اللي كابتن محمود الخطيب قاله في البيان حتى اللعبة الفرحة بحدود يعني مفرحنين جدا بس فيه ورد واتزان لانك انت بعد النهاردة حيقول لك مطش البنك الآلي من الاربع ثم بطولة كاس العالم الاندية فحتى جمهورنا متعود على الموضوع ده الماتش الثلاثة صحية كابتن نسا الثلاثة الماتش الماربع عشرين ايوه يعني هيقول لك من بكرة فكر في الماتش هو كابتن عيل كده في الاني ما انا بقول لك الكابتن قالها واللعيبة حتى فرحة فرحانين بس ايه فيه اتزان بالله مصبوط فهو ده فعلا قدر الناس اللي بتلعب في النادي الاهلي صحيح انها على طول جماهيرها مطالبة انك تكون تملي في المقدمة صحيح ما بيحبوش المركز التاني يا رجل وما عاشوش الموضوع ده كتير يعني فمزيد من الانتصارات ان شاء الله وبالتوفيق في ماتش البنك الاهلي صحيح بطولة الاندية ان شاء الله الاندية العالم يمكن انا عايز اضيفها على الكلام الكابتن والسام عربي يمكن الكابتن الخطيب اللي يعرفه عن قرب يعرف عن شخصيته حاجات كتير جدا 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 ويتعلم منه حاجات كتير جدا 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 الكابتن محمود الخطيب هو بنفس الصورة اللي الناس بتشوفه لا بيدعي ولا بيمثل ولا بيغلط في حد زي ما احنا شايفينه كده بالظل كين انا كان ليه الشرف ان انا زميلة الكابتن محمود الخطيب في الملاعب ثلاث سنين او ثلاث سنين شوية تعلمت منه كتير ان انا كنت جاي على النادي الاهلي وانا عندي 21 سنة كان فيه ثلاثة كبار في الفريق ثلاثة كباتن كابتن سابت البطر رحمة الله عليه كابتن مصطفى عبدو والكابتن محمود الخطيب تعلمنا منهم حاجات كتير جدا 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 كان الكابتن محمود الخطيب بصفة خاصة هو كابتن مصطفى عبدو وكابتن سابت طبعا كانوا يقولوا يبين مننا بس كابتن محمود كان دائم التحدث لينا دائم الكلام معنا على طول حسن هو اخ اكبر حتى لما انت مثلا بتغلط في حاجة او عملت ماتش مش كويس او حاسس ان انت مش في الفورمة بتاعتك او مش في افضل حالتك هو كان يجي يتكلم معنا وبيتكلم نفسي هو كان بيعرف يتكلم جدا 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 في النقطة دي كان بيكلم معك نفسيا انا اتذكر بعض المواقف ولكن في مواقف مش ممكن انساه عشان تعرف بس حيطة الروحة الرياضية دي كنا بنلاعب المينيا في اسكندرية وكان ما نقول لنا ماتش هناك ولو كسبنا الماتش دا يام الكابتن محمود السايس كان الكابتن محمود الخطيب موجود معنا في الفريق بس كان بطل خلص فكان جاي معنا بصفته من المجلس الادارة فلما جي معنا وكسبنا في اسكندرية المينيا 1-0 خدنا بطولة الدوري خلص وكان تقريبا الماتش يعني وان سايد جيم للنادي الاهل يعني المباراة كلها لصالحة فجات لي كرة في نص الملعب ناحية الخط كده على الشمال فخدت كرة وعادت العبها بالناغي مرتين ثلاثة اربعة خمسة وما فيش حد من من طوع المينيا عارف ياخدها من كابتن الخطيب بعد الماتش جالي وقال لي بص قالت مبلوك ان احنا كسبنا للدوري بس انا لو مسؤول عن الفريق حقصم منك احنا كسبانين المينيا في اسكندرية 1-0 واخدين بطوله الدوري يعني ممكن المكسب والبطولة محدش يتكلم فيها يتعدي الحاجات دي ولكن هو قال لي وعمري ما حنساها لو انا مسؤول عن الفريق كنت خصمت منك كابتن نسامة حسن دروس يعني كابتن محمود الخطيب زي ما كابتن نسامة عربي قال تاريخ كبير جوة النادي الاهلي تدامن وهو لاعب في النشئين مرورا بالفريق الاول تدرج في الادارة ساعده مجلس ادارة اميساندوء او نائب او رئيس فهو يعني بينتمي لل الراوية الرياضية فدايما بينصح وبيكلم بحسن لعب كرة القدر شوف النهاردة كمان رسالة في الكلمة المختصرة اللي هو بيقولها والنهاردة وانت كسبان زمالك تلاتة ما شوفناش الكابتن محمود الخطيب واحنا بنتمنى دايما انه يطلع في قناة الاهلي ويكون موجود معنا ضيف ممسكش الحديدة وقعد ساعة ولا بينسب نفسه مكسب ولا حدا خالص يعني الطبيعي ان احنا نشوفه دلوقتي في مكسب كبير انتصار واداء راع يمسك الحديدة ويقعد معنا ساعة على الهواء لكن كلمات مختصرة بسيطة فيها رسائل رسائل بينسب الفضل طبعا الله سبحانه وتعالى ثم الجهاز الفني واللعبين جهاز الطبي جهاز الإداري الناس اللي اشتغلت الناس اللي تعبت الناس اللي كل واحد كان فيه واحد مصاب زي حمد فتحي شوف الجهاز الطبي بيرجعه واحد زي كولر الجهاز الفني سيد عبد الحفيظ الجهاز الإداري زي قفلين على الفرقة وبنشوف الروح الحلوة اللي بنشوفها بعد كل هدف شوفنا المشكلة بتاعة غرفة الملابس في النادي الاهلي اه طبعا يعني بنشوف كهرباء اللي بيلعب أساسي على محمد شريف وشاد حسين وهم أول اتنين بيروحوا يهد يحتفلوا معاه صحيح فهو بيشكر الناس اللي تعبت ما اطلعش زي ما بنشوف ناس تانية ينسي بالفضل النفس وانا عملت وانا سويت فين صورتي اه طبعا فين صورتي انا اللي عملت ايه او النهارده الصفقات اللي جات اكيد هو سعيد جدا باللعيبة اللي جابها للنادي الاهلي والنادي الاهلي ضمها لي والنعيبة النهارده بتنجح وفتكر كلمة اللعيبة دي مش مكسب للنادي الاهلي بس ده مكسب ان شاء الله المنتخب مصر كلال فترة اللي جاية ومال مين اللي قال الجمهير النادي الاهلي مش مبسوط الله أعلم وإحنا كمان بالمناسبة يعني كهرباء النهاردة هدية كمان هدية جميلة محمود كهرباء ومدرد منتخب مصر في تكر كلمتي هيتمسك ليه خلال فترة جاية في مباراة مصر قادمة في شهر مارس 3 علشان محمود كهرباء يكون واحد من اللعيبة إن شاء الله هتنضم لمنتخب مصر الحاجة التانية رسالته بقى وهو بيتكلم لسه المشوار طويل في مشوار الدور آه بنكسق بالنهاردة بنفرح بمباراة لكن النادي الأهلي دايما بيفرح بالبطولة ما بيفرحش بمباراة مباراة زي مباراة البنك الأهلي القادمة اللي هتكون مهمة جدا زي المباراة السابقة كلهم بتلت نقاط لكن المباراة كلها مباراة مهمة هو ده رسالته للعيب النادي الأهلي النهاردة فرحنا بكرة نقف للصفحة ندور على الجديد مكسبك لنادي الزمالك سلسية ده خلاص ده بدا في التاريخ لكن أنا عندي تطلقت عندي البنك الأهلي مباراة قادمة لا تقل أهمية عن مباراة الزمالك بثلاث نقاط لقدر أحصل فيها حاجة كأنه ما عملش حاجة النهاردة لازم النهاردة دايما عينينا على الدوري النادي الأهلي دايما هدف كبير وطبعا يعني شكر جماهير النادي الأهلي الوفية العظيمة المسندة دايما في كل وقت ودايما الكابت محمود الخطيب يسني عليها دايما نقول جماهير النادي الأهلي في المرة قبل الحلوة شكر الجمهور اللي كان موجود في الملعب كل جماهير النادي الأهلي في كل مكان علشان كده دي النهاردة كانت رسالة من كابتن محمود الخطيب شكر الجهاز الفني رسالة للعيبة للفترة القادمة وأيضا يعني شكر لجماهير النادي الأهلي العظيمة وبرضو يعني بنأكد على جمهور النادي الأهلي ان احنا محتاجين كل اللعيبة النهاردة بنشوف واحد زي رامي ربيع كان بعيد باله فترة نهاردة لو رامي ربيع كان بيلاقي نقد دايما ماهنش هنشوفه بالأداء الرائع النهاردة لكن جمهور النادي الأهلي هو اللي رجع محمد هاني ونشوف محمد هاني جمهور النادي الأهلي هو اللي رجع حسين الشحات بنشوف حسين الشحات هو بيصنع الهدف الأول واحد من العناصر المهمة أحمد عبدالقادر فهو دا دايما دور جمهور النادي الأهلي ودوره هيكون كبير ان شاء الله خلال الفترة القادمة رسالة مهمة من كابتن محمود الخطيب وبنبركله ان هو استحمل كتير استحمل كتير جدا ودايما كلمته كل ما بيطلع حتى رسالته لأعضاء مجلس الإدارة دايما يقول لهم مش عايزين نلتفت للصغائر دايما عود مجلس دارة النادي الأهلي دايما بنشتغل دايما بننجز الشغل مش على مستوى كرة بس النهاردة شوف حتى النشاط الرياضي وتفوق النادي الأهلي في كل الألعاب حتى النهاردة وهو رئيس النادي الأهلي مش عينه على كرة القدم بس أو الميزانية لكرة القدم لأ عينك عن نشاط الرياضي شوف فريق السلة شوف فريق الطايرة شوف فريق اليد شوف تنس الطاولة شوف بتطلع أبطال عالميين زي مصطفة عسف السكواش شوف على مستوى البنية التحتية شوف الفرع التجمع الخامس الشيخ زايد مدية نصر الجزيرة التطور الكبير في البنية التحتية شوف عقم الرعاية شوف الأفكار اللي خارج الصندوق مبارح أو أول مبارح وشركات النادي الأهلي مع الشركات الشركة المصرية الوطنية دي كلها أفكار برا الصندوق النهاردة لو عضوا مجلس الإدارة أو كابتن محمود الخطيب كل يوم بيطلع على الهوى يمسك الحديدة ساعة وامرنا نشوف الإنجازات صحيح كابتن مستوى أنا معاك في الكلام دوت كابتن محمود الخطيب أسطورة تاريخ في كرة القدم المصرية كابتن محمود الخطيب مهما تكلمنا عنه مش هنديله حقه كابتن محمود الخطيب اللي سطر اسمه بحروف من دهب جوال جميلة كابتن عدل وملعوبة حنيجي إن شاء الله لوقت اللي جوال ونحللها فنيا ولكن كان لك تعليق على كلام الكابتن محمود الخطيب يعني أولا أنا بحب الاحتراف وبحب اللي حصل الكابتن مهما حصل من مكسب عظيم نارد الندر عالي كسب مكسب عظيم ولكن البيان نفسه في فيه احترافية أول حاجة لفت نظري في البيان يعني أول حاجة تكلم على الفرح النهاردة بس هديكم فرصة تفرحوا النهاردة عشان بكنا تركزوا في المباراة القادمة يعني ده التزان في الفرحة ما بين المكسب والخسارة كمان فيه ناس لما بتكسب بتفرح قوي ولما بتكسب ده ده سمة الندر الأهلي ويمكن سمة الكابتن محمود الخطيب بتقول لأ عمره كده يعني تكلم على روح وتشيرة الندر أهلي وأنا بعرف أنه بتكلم عليها كتير هو يهمه كتير روح فلنة النادر أهلي روح اللعيبة فقط يمكن أنا كابتن الكلمة دي أنا ختاة من الكابتن قبل كده وبقولها دايما عارف إيه هي إن الديني روح النادر أهلي وتشيرة النادر أهلي ما حد يشوف قصاد يعني مفاهاش لأنك أنت الأفضل أنت الأحسن بس إيه الديني روح النادر أهلي بس والحاجة الجميلة اللي تكلم فيها على جمهور النادر أهلي صحية وعارف قيمة جمهور النادي الأهلي وعارف قيمة جمهور النادر أهلي لما بيفرح وعارف قيمة جمهور النادر أهلي وبيحبه قد ايه يعني نسبك من النادي كمان كرئيس نادي لو genre وكابتن محمور الخطير جمهور النادي الأهلي بيعشع وبيحبه يعني فوهو كمان بيبدله أكيد نفس الشعور ولكن الكابتن تولي الوقت يعني أدى كتير ودى الناد الأهل كتير يمكن الحتة بتاعت مش أول بطولات ليه وهو ماسك خلي بالك في المكتب التنفيذ 11 سنة وخد بطولات كتير والحاجات دي مع كل اللي كانوا موجودون وهي رسالة كله بيسلم بعضه ولكن أنا عاوز أقوله أنا بشكره على الاتزان اللي دائما بيعلمنا حاجات كتير والنحية النفسية لللاعبين تخلي بالك بطولات أفريكا اللي فاتت لو أنت ملاحظ كان بيروح دائما مع الفرقة رئيس باسا في المباراة المهمة المباراة الصعبة دائما بيبقى رايح معهم وانا لما بشوفوا رايح معهم بعرف أنه في رسالة بيقدمها لهم يعني الناحية النفسية محتاجينها اللعبة في الفترة دي من نسبة النحية النفسية يا كابتن عادل كان أنا عجبني كلام مستر كولر برضو كان متزن جدا في كلامه قال إن إحنا حققنا مكسب مستحق على الزمالك سعيد مستوى كهرباء وشريف فريق قدم مباراة مميزة جدا اليوم أضعنا أكثر من فرصة في الشوت الأول بين الشوتين تحدثت مع اللعبين بضرورة الهدوء والتركيز وسرعة نال الكرة في ظاهر دفاعات نادي الزمالك صناعة فرص أكتر وهو ما استطعنا تنفيذه في الشوت الثاني سعيد جدا لتسجيل كهرباء وأيضا محمد شريف إن الجولين دول حيزيله الضغوط من عليه قال بقى إن شريف شارك اليوم بدون ضغوط أنا اتكلمت معاه وقلت له ما تحطش ضغوط على نفسك قبل المباراة وعادت معاه قبل المباراة وشاهدنا مع بعض كثيرا من أهدافه ليكسابه المزيد من الثقة وبيقول له ده محمد شريف أنا مستني منك عودة محمد شريف وهو ده اللي حصل النهار وكهرباء خلينا نتكلم إن الكهرباء شد محمد شريف كمان معاه خلي بالك يا كابتن لما عايز تخلي العيب كويس يرجع لمستوى التنافس التنافس الحقيقي أنت كهرباء ينزل يجيب جون شريف ينزل يجيب جونين أنت عندك دلوقتي هجمة تانية من رأس حربة تانية أنت طول عمرك يعني الفترة اللي فاتت دي تتهديف عندك كان عندك مشكلة فيها أنك بتضيع أهداف كتير لكن اللي جاي يبقى فيه أهداف كتير اللي جاي هيبقى فيه عندك موجة ورى موجة محمد قاربة لو ما جابش محمد شريف فإنزل يجي والتنافس طول عمر الكرة كده وفي الآخر يعني مبروك نادي الأهل اللي عمل أداء مميز أخر نصف ساعة وأداء مميز في أول الشوت الأولاني غاية نصف عارف ليه لأنه الغيابات الكتيرة أو بلا مستوعي بالأمر ووصل للتلاتين ديال الأخيرة فنيا وغير تغييرات صح ميستر كولار أمثلا الرجل ده هيعرف في لعب مطشرة الزمال الكتير حتى الفرحة كابتن عادل كان فرحة مميزة هيعرف في لعب مطشرة الزمال الكتير خلي بالك عرف ليه لأنه هو مبتزن قوي صحيح بص اللقطة دي عجباني جدا كهربا وطلع بيقول له هتجيب جول بيقول لمحمد شريف هتجيب جول انت هتجيب جول وبص على كهربا لما محمد شريف فعلا جاب الجول فرحة كأن كهربا هو اللي جاب الجول وبص على شريف في الجول الأولاني لا أنا بتكلم بس عشان اللي بيقول لك في مشاكل في غرفة ملابس النادي في مشاكل على الدك سبا مش المطش ده بس ده في المطش من قيمة الثلاث مطشات اللي جبنات وسموحة اللي فات وسموحة برضو كهربا وهو بيسجل اللعب اللي عجب بره تروح تحتفل بيه المكسب دايما المكسب دايما بيبتدي من غرفة الملابس الروح الحلوة الناس كلها على قلب بعض صحيح الناس اللي بره وتلعب في مكانك أول ناس بتيجي تحتفل معاه كابتن أسامة حتى أي من أشرف البعيد بقى له فترة نفس الكلام كأنه هو في الملعب كأنه هو اللي جاب الجول اللي بيقول لك إن فيه مشكلة على الدك مشكلة في غرفة ملابس النادي الأهلي هذه المشكلة لا يا جبتم بياخدوك بره الملعب بياخدوك بره الملعب أنا بقولها لك تبص هذه المشكلة بتاعتنا دي المشكلة اللي مش موجودة بفرقة تانية كل اللي عددك بدون استثناء لأ وعجبني كمان الجود خالد عبد الفتاح ومروان وكريستو بدأوا يدخلوا في الأجواء يعني ما خدوش وقت هتلينا لجوال كابتن بلاد عايزين نجيب الجول ده من أوله بعد يزنك نجيب الجول ده من الأول خالص بس أنا عايزة أتفرج على تحرك لعب النادي الأهلي بص من اللعب الكرة حمد فتح بص كرة من أين بص كابتن رايما أول حاجة النهاردة وإحنا بنقول لأهلي كان بلعب 4-2-3-1 تحسب لكولر إنه هو غير طريقة اللعبة 4-1-4-1 بمعنى حمد فتحي بدأ يدخل جنب أفشة ويزيد وبيزور في طريقة اللعب ديانج هو لسابت وحمد فتحي كان عنده أريحية في الزيادة شوية أو تعليمات إنه يزيد والديلعة كده شفناه في الثلاث أهداف هي تواجد قدام ممكن وخلي بالك ديجي من غير رقابة غير مراقب إطلاقا عشان كده وكرة معاك طريقة اللعب تبادل مع ديانج بتحول لأربعة واحد أربعة واحد فيهدف الأول حسين الشحات بص هنا حسين الشحات فتح الخط وأحمد عبدالPoint فتح الخط وكان حمد فتحي هو ده بقى التحرك بص هو رؤية هايلا ده التحرك السحري بقى حمد عملها كويس أوي أوي ما ده التحرك السحري بسهل في الم لعب بقى ده التحرك السحري إن زي حمد فاتحي يجي بتاع بتعليمات بتعليمات من كولر إنه يعمل الزيادة مع كهرباء بهدف الأول حسين الشحات تحسب إنه組طها بالمقاس حمدي فاتحي وهو الكرة علي انا قلت ملاش تلعبها بدمغك في الجهول انا خفت اعلى ابا لمسة واحدة لكن استلامه كانت تبقى صعبة جدا وسهل العوادس جسمه شعبها معدول استلامها مزبور وحطها الكهرباء اللي يلجيب جهول يلجيب جهول تمام بس خلي بالك حمدي فاتحي اه بيزيد افشة كمان بينزل تحت يعني اللي مركزية في الاتنين في المكانين دورم حتى ديانج لما هو اللي بيروح حمدي فاتح اللي بيوقف المدير الفني يشتغل على التلات اللعيبة دولم اتنين منهم واحد هيقف والتاني هيساند التاني ايها ما اقرب للكورة يعني ديانج كان بيروح بالكورة بس هو ديانج عشان سماته وصفاته ما بيلعبش بيتماجه ما بيدخلش جوه التمنتاشر من دول كورة هو اللي بيلنه هو حمدي بيلعب بالكورة اذا النهاردة تحصب لكولر كيف تفوق على فريرة بانه بدل ما بنلعب بلاعب عشرة هو محمد مجدي افشة لا كان بتلعب بلعب عشرة هنتكلم فيها دي بس خلينا نروح نشوف الكابتن سامي امصان قال ايه بعد المباراة بجد اتحيلك من جديد كابتن ايمن شوق كل جمهورنا العظيم جمهور النادي الاهلي هم دول عدة النادي الاهلي الشخصية والروح الكبيرة جدا اللي اتكلمنا عليها شفناها في عرض الملعب نتيجة كبيرة جدا في توييد صعب لكن كل الامور دي مع كابتن سامي امصان مدار فريق النادي الاهلي مبروكها كابتن سامي لعيبة على قادر المسؤولية كالعادة لامور بالنسباننا يمكن عندنا اصابات وغيابات لكن الاهلي بما نحضر هو ده المرحلة ومش شعار حقيقة على الارض الواقع مبروك ليكم مبروك لمجلس الادارة والجمهور العظيم حابب تقولي النهاردة على الفوز الكبيرة طبعا بقول مبروك لكم النادي الاهلي مبروك للمنظومة كلها الحمد لله اداية الحمد لله ونتيجة موايزة جدا وزيما دايما كنا بنتكلم معاك ودايما في الستوديو كابتن ايمان طبعا وديوفه بارك لهم طبعا اللي احنا بنسباننا السنة تحدي كبير جدا بنسباننا بطولة الدور العام الحمد لله العيبة مركزة جدا بشكرهم طبعا على الاداء ده والروح ده والتصميم اللي هم عايزين اعملوا نتيجة كبيرة ونتيجة ويطمنوا بيها جمهورهم ويصمموا اللي هم عايزين يواصلوا وتصدرهم للدور العام ورجوع بطولة الدور العام للنادي تاني ودي حاجة مهمة جدا وتحدي كبير جدا بالنسباننا بشكرهم طبعا لكن دي خطوة لسه خطوات كبيرة كتيرة ان شاء الله نقدر نوصلها ان شاء الله دور الجهاز الفني كان رائع مع العابة النادي الالي في اللاعبين الوقف التحديد يعني يمكن مروان وخالة النهاردة كان ممتاز جدا كريستو كمان كان ظهر بشكل دور محمد الشريب كهربا ممكن انا بقى اكلم على كهربا ربنا بيكافئ وربنا بيكرم مع الاجتهاد بتشوف كهربا وصبره والنهاردة كمان ربنا بيكرمه ومبارا اللي فاتت شايف الامور دي بالنسبة لك ازا كان يعني اولا بالنسبة لك الكهربا طبعا يعني ربنا طبعا بيكلل تعبو الفترة الفاتت دي اشتغل على نفسه كتير جدا ضحة كتير جدا واقفت النادي معاه طبعا دي حاجة اجابية جدا بتطمنته وتخليه دايما في تحدي اللي هو عاوز يزبط للناس اللي هو حاجة كبيرة جدا وحاجة ممازة جدا في النادي النهاردة بيزبط للموراد تاني على التوالي ويأكد جدارته اللي هو موجود في النادي الاهلي واعتقد ان النادي الاهلي كان دايما في ظهره وسند لي يعني بقيت اللعيبة طبعا بشكر طبعا خالد ده ادى اداء مماز جدا يعني كنا اول مرة برضو بقاله فترة كبيرة من بلعبش في البوزوشن دوت يعني اللي هو يقدي بالروح دوت والأداء ده والرجولة دي طبعا أداء مميز مروان برضو نفس القصة نسباله كريستو لما لعب المطش اللي فات كان كنا نقمل طبعا برضو اللي هو يلعب المطش زي ده لكن نعرف انت زروف المطش بتبقى سعاد بتبقى بتقيت شوية الراجل في التغييرات يعني لكن في المجمل طبعا كل اللعيبة قدت اداء مميز جدا من اول شنا والحد حمال شريف لما نزل كل اللعيبة يعني عالي وهاني ورامي وحمدي فتحي وديانج وكل وحسين الشحيات وحمد عبدالقادر وقفشة فكل اللعيبة طبعا قدت اداء مميز جدا واعتقد انهما النهاردة كان زي ما بعودوا دايما جمهورهم اللي هما يقدوا اقصى ما عندهم اعتقد انهاردة قدوا كده اشكرهم وان شاء الله نتمنى منهم ان شاء الله الافضل في اللي جاي ان شاء الله زكر الجمهور رسالته على طول دائمة دعم وسندة ومؤذرة كبيرة جدا بالتأكيد جمهور النادي الاهلي يختلف عن اي جمهور ركب تنساني هو هو دا دايما ودايما كل الشغال في النادي الاهلي في موضوع تنساني عارف ان قوة جمهور النادي الاهلي والتحدي دايما الكبير بالنسبة لنا هو الجمهور ممكن لو جمهور ما انا في فترات كبيرة جدا يعني من السنة اللي فاتت يعني اعتقد كانت حدينا دعم اكتر وهدينا حافز اكتر لكن احنا وزي ما بقوله بكرر كل مرة اللي احنا حاسل احنا احنا قصرنا سنة اللي فاتت ممكن النهاردة ان شاء الله يكون والسنة دي ان شاء الله يكون بقى رجوع تاني لبطولات الدور العام ان شاء الله بداية رجوع الدور العام وبداية بطولات كبيرة النادي الاهلي يعني سواء افريقيا كاس مصر بطولة كاس العالم اللي احنا نشارك فيها نهاية الشهر ان شاء الله فاعتقد ان شاء الله يكون نقدر نفرحهم ونقدر نعوضهم على الفترة اللي فاتة ان شاء الله شكرا شكرا بنشكر اكيد كابتن سامي امصان بن باركلو الحقيقة كابتن ايمن عجبني الهدوء جدا الكابتن سامي امصان هي مبارا في بطولة للدور العام لكن قيمتها كبيرة جدا عند جمهور النادي الاهلي عند اللعيب عند مجلس الادارة لكن ثلاث نقاط يقدر النادي الاهلي بشكل كبير جدا يبني عليهم الفترة القادمة عندنا غيابات وعندنا اصابات لكن الاهلي بمن حضر لعيب رجالة شخصية النادي الاهلي وروح النادي الاهلي ما بتظهر النادي الاهلي يقدر يكسب اي حد مستمرين مع عجب التأكيد ومستمرين مع كل جمهورنا العظيم جمهور النادي الاهلي ولقطات قصة جدا طبعا وفرحة لعيبي النادي الاهلي بعد الفوز اليوم على فريق نادي الزمالك بنتيجة كبيرة تكتب في طريق العابي النادي الأهلي خلال يمكن كنا في وقت ملوقات قلنا أن شريف محتاج للمساندة محتاج حالة معنوية أو ثقة بنفسه ترجع له مرة تانية لازم ندي شريف حقه النهاردة محمد شريف نزل جاب جولين ولا أرواع لكن احنا كلمنا على الجول التاني والجول التالت تحرك هايل فينشين كمان بتاعم محمد شريف هايل اعتقد ان دي هتفرق معاه جدا 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 فترة اللي جاي اكيد اكيد هتفرق معاه كتير يا كابتن نهاردة جولين حلوين قوي 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 يعني احنا في الماتشات اللي فاتت كنا بنقول لأ شريف محتاج ساق محتاج حد يتكلم معاه محتاج حد يهدي يشيل من عليه الضغط اعتقد ان نهاردة الجولين دول هيشيلوا من عليه كل الضغطات صحيح جولين حلوين قوي تصارف فيه زكاء الجول الاول يعني حطاه حلو قوي الجول التاني يعني حطاه حلو جدا احلى من الجول الاول وفيها توفيق حلو جدا 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 وراح في مكان صعب قوي 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 يعني عجباني حالة الحب والتفاؤل اللي بتدي ثقة للعيب نفسه يعني انت النهاردة عارفه انت نازل الملعب يعني فيه حكمة بتقولك ايه تفقله بالخير تفقله بالخير تجدوه حكمة مش حديث يعني تمام يعني النهاردة الكهرباء طالع من الملعب يقول له انت هجيب جول عارف انت بتبقى نازل يعني نفسك مفتوحة مهيئ نفسيا مهيئ نفسيا يعني هي لا سحر ولا شعوازة لا ملناش فيها ولا ملناش فيها ولا ملناش في المكيفات ولا الحمد لله الجواب بتاعتنا اللي بكايف كمان عجبني انه مستر كولر قال في المؤتمر الصحفي ان عادنا مع شريف وعدت معاه وطرجنا على الجوان وما دي برضو خليناها لك طبعا تقيل النفس ان احنا قلنا ان شريف مهاجم كويس والدليل انه السنة اللي قبل اللي فاتت جايب 22 هدف للنادي الاهل في الدوري وكان هدف الدوري لما يقعد مع المدير الفني ويطمنه ويدي له ثقة غير لما هو يحس انه ايه مش معتمد عليه قوي انه يلعب وبيطلع مش عارف ايه متوتر انت تحس في الماتشات فيه توتر ييجي بشوت الكورة تلاقيها ألشات تلاقيها بتعدم تحت رجله قراره غلط لكن النهاردة تحس فيه زي ما بلال بيقول نازل مهيئ يعني نفسيا كده اللمسة جونر في زوال بعيد تانيا الفرق ايه برضو متشانت اللي فاتت بين زي الشريف واحنا متعدلين ايه محتاج يعني عايز نزيجيب جهول يعني هو مش عايز نزيجيب جهول يعني هو مش عايز نزيجيب هو عنده بيتحمل مسئولية التسجيل صح وكل اللي داخل واللي خارج انت كعبك حلو على الزمان دي كمان برضو فعلا وحاجة تانية برضو النهاردة فريرة غير تغييرا النهاردة ادت الملعب اكتر للنادي الاهل النهاردة لما غير حمزة المسلوسي ناحية اليمين وحط مكانه عبدالغاني وطلع عمر السيسي وحط عمر جاب التغييره دي فرقت كتير جدا مع نادي الاهلي وقدر يستغلها مستر كولر كويس او نادي الزمان الكماشي بشكل كويس جدا كان المسلوسي قافل على احمد عبدالله عارف كماشي بشكل عامد اه دفاعيا عارف الزمان الكماشي كويس دي عشان قابل على عدو بتكلم جده الله عزيز قابل على عدو تحفز عمر السيسي كان عامل اتزان في نص الملعب وكان يشغل ناحية اليمين والمسلوسي كان شغل بشكل كويس في الفاتر قافل على دفاعيا فالناحية اليمين كان شغل بشكل كويس او المغاير التغييره دي بدأ النادي الاهلي احمد عبدالقادر يشتغل بشكل افضل عمر جابر خد وقت شوية لما دخل المباراة حتى شفنا الهدف بتاع اللي كان مغروض من شوية حمد فاتحي لما قطع ناحية الشمال ناحية اليمين ناحية الزمالك وتعاملت لتحت والتغطية كمان من الزناري فالتوليفة اللي تعاملت دي كلها ارباكت ناحية الزمالك فالنهاردة حتى حتى الجون برضو تحرك حمدي في المسافة اللي محمد عبدالغاني بقى بك يمين بعيد قوي والزناري كان لسه نازل حمدي بتح تحرك في دوره انت النهاردة غيرتك كابتن كاسة تغييره كان قلب الدفاع عندك في النادي الزمالك ماشي بشكل كويس عبدالمجيد مع عبدالغاني رحت انت لقى في قلب الدفاع رحت انطلع عبدالغاني طلعته بك رايت مش حتته قوي وروحت منزل الزناري اللي خد وقت حتى شفنا في الهدف بس انا عمل خلل طبعا وعمر السيسي زي مقصمة زي مقصمة قال عمر السيسي كمان كان قافل مع المسلوسي الجانب اليمين فهو غير كل ده حتى لما عبدالغاني بقى ايمين وكان طمعان بالله انا معترض على الكلام ده لانه هو نادي الزمالك كان بيلعب زي ما بلال قال على قده انت لما النادي الاهلي بيفرض شخصي زي ما قال بلال لما النادي الاهلي بيفرض شخصيته في اللعبة بيكسب اي حد يا كابتن عادل هو انا بقول النادي المفرد شخصي لا اهزح انا فهمت انت كان عندك كان عندك فرص كان عندك فرص لكن ايه في مساعدة زي مورات السوبر اللي هذا لما طلع الجزيري كان عنده عمق هجومي ما بقاش عنده عمق هجومي ادركولر يستغلها بشكل افضل وسجلنا الهدف التاني فالنهاردة بتستغل انت الاوراق اللي عندك وممكن مدير الفن الناحية التانية يساعدك بتغيير هو غير ليه طمعان يا كابتن هو يطور انا بقولك اي فرقة بتلعب النادي الاهلي عايز يدخل في الجيل طمع مع الهلي اللي ما جمع كتير وهفضل اقولها وما زلت ان انا بقولها لو الفرقة نازلة بتكتيك قدام النادي الاهلي وتغير ظروفها ما بتبقاش كويسة ان يجب على النادي الاهلي استغل الموقف بالشكل ده كله اول ما بنجيب هدف خلاص انتهى الموضوع المباراة خلاص طيب كابتن اسامة عرابي لو اخترنا رجل المباراة اليوم تاني انا لازم بقولك كذا واحد اه انت بتقولي كذا واحد انا لازم اقول كذا واحد طبعا مباراة هيلة لكل الناس ونتيجة طبعا تغطي حتى على الناس اللي ما قدوش بشكل كويس النتيجة الكبيرة غطت على بعض الناس اللي ما كانوش في احسن حالتهم لكن بصفة عامة في المباراة دي عندك محمد هاني خلد عبد الفتاح رمي ربيع حمدي فتح ديانج ثم الناس اللي جابت اهداف عشان الاهداف لكن الاربعة دولة تحديدا حمدي فتح وديانج وهاني وخلد عبد الفتاح هما دولة اللي في التسعين ديانج كانوا لا 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 عاوزين واحد بايا كابتن فانا كنت هاختار واحد من حمدي فتح وديانج هاختار واحد حمدي فتح وديانج انا بالنسبة لنا هديها الحمدي فتح النهاردة لانه كمان كان مؤثر في الهدفين وشوت التاني تفوق بكتير جدا انه يدي الناحية الهجومية زود فيها للنادي الهدف صحيح طيب كابتن عادر انا همشي معك كابتن اسامة وديها الحمدي فتح لان حمدي فتح كان مؤثر فعلا عجبني المرونة اللي بيعملها عجبني انه بيطور من نفسه حمدي فتح مدافع على طول طول القط الايام دي بدأ يتطور وبيلعب في الهتة الهجومية وبيتحرك من تحت الفوق صحيح كابتن بلال عشان ما نطولش حمدي فتح برضو عشان ما نطولش عشان ما نطولش من الاخر يعني حمدي فتح وكان معك ديانج وبعد صد معك حمدي فتح من لازم ندي الناس اللي كانت كويسة برضو لنا استدت الجمهور كابتن صح لقد النهاردة اللعبة طبعا مفيش اختلاف على حمدي فتحي كان رائع وديانج كان رائع كهرباء كان ممتاز محمد شريف عايزين لعد في الملعب اقول لكم ملعب انا عملت انت تقول لا لا الكلف اللي بيعد كولر رجل المباراة ان كان قبل المباراة عنده صعب ادر يتغلب عليها في خط الظهر عنده نواقص كانت التشكيلة بتاعته واقعية ده وافع اللعبة كبيرة تغييراته ادرت تساعد الفريق النادي الاهلي اشهد التالي فاذا اختار كولر رجل مباراة كولر برا الملعب حمدي فتح انت تدي المين انا كنت احول ديانج بصراحة بس انا خلاص حمشي معاك اربعة ضد واحد بيقولك في الملعب ادو الديانج تقريب خلاص ياني خارك الملعب واحد ادو الحمدي فتح اذا حمدي فتحي هو رجل المباراة اليوم من وجهة نظر كباتنا الكبار نرجع بعد الفاصل نستابر من خبرنا التحكيمي المتميز دائما كابتن ناصر عباس والحريص عن الحالات التحكمية المباراة بيوم انتظروا نرحب بكم ألتاني أعزائي المشاهدين نرحب بخابرنا التحكيم المتميز دائماً كابتن ناصر عباس منورنا كابتن تحاتي لكابتن أعمال تحاتي لكل مشاهدي ومتابعيك لنا تلت الأعلى في كل مكان تحاتي من جميع الكبار كابتن صام عرابي كابتن عدل أبرحمن كابتن أحمد بلال منور كابتن أربع هدف أربع هدف أربع هدف أسلوه حكام لي كل استوديو هيقول أربع هدف مبروك نادل أهلي لعبين وجمهور مجلس إدارة برئاسة الكابتن محمود الخطيب وهارد لك نادل زمالك مبروك كابتن أيمان استمتعنا بيها هتكلم في الوقتين مهمين جداً في البداية قبل مروح للحاكم كابتن بلال هتكلم فيه الدقائق 65 69 88 دولة 3 دقائق لما نيجي نقيم الحاكم نقيم الحاكم عليها كابتن عادل على اختبارات السندوق ممكن الحاكم يحكم 90 دقيقة أو 5 دقيقة ما عندوش أي اختبار يا بلال وبالتاني ما ترشت حكم عليه ولكن تقييمنا للحاكم فيه الثلاث توقيتات اللي هم داخل مناطق الجساء مشوف هو صار فيهم إزاي مشوف كراراته كانت إزاي دي نقطة النقطة التانية خلينا نتكلم النهاردة ممكن باتتفق مع كابتن أيمان شاوم بيقول النهاردة الجمهور جمهور النهاردة والأداء الرجول اللاعبين حماس الجمهور وتشجحهم كابتن أيمان الشوط التاني سهلوا من مهمة الحاكم في المبران النتيجة حينا بتنسل أخطاء كابتن أسابة النتيجة اللي مكونة عالية بتنسل أخطاء التحكمية نقول الحاكم كان كويس ولكن هو كان كويس أخطاء لم تؤثر في نتيجة المبران ولكن لما نجي نحلل تحليل تحكيمي بعيد عن النتيجة نحن قلنا ملناش علاقة بالنتيجة كابتن بلال تحليل تحكيمي فيه الأخطاء عندنا حالات كتيرة جدا مع التحليل هنشوف تلات حالات مهمين جدا هل نجح في التلاتة هل نجح في الاتنين هل عنده واحدة نشوف الحالة الأولى كابتن أيمان معانا على طول حكم سلوبيني كان في كاس العالم أدار مباراتين كابتن أسامة رجنتين والسعودية وأدار مبارات انجلترا ويلز كان مرضوده مش قوي ولكن أنا قلت أنا أمل أن في مرات الكمة يؤدي أفضل من مرات الكاس العالم خلينا نروح لطاقم الكامل كان من سلوبينيا سناء الحاكم الرابع كان نادر أمر الدولة وكان حاكم الرابع من مصر أعتقد زي ما قلت أخطاء تحكمية لا تؤثر في نتيجة مباراتين خلينا نحلل حالة حالة في نشوف الدية الأولى الحالة الأولى يا مجدي وهذه الحالة مهمة جدا جدا شوف الحاكم بس من أول لو فيه لايف عندك هارجع تاني الحاكم دايما نتكلم على الحاكم كابتن أسامة فتح لنا هلش المجد هتعبك معي النهاردة هلش لأنه بس هتلوقت الحاكم بس شوف هو فين كابتن هنا الحاكم بص فين بس 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 فين يا كابتن نعم أيما الحاكم اللي هو دخل وخلق زاوية رؤية ممتازة ممتازة ورأيها عشان يكتشف لنهذي احنا قلنا دي مهمة الحاكم واحنا بنحكم على الحاكم من هذه الحالة نشوف هنا الحالة دي يلا خلينا نمشي نشوف هنا شوف مين الرحل مين يا كابتن ده احتكاك لا يكفي تماما ليه احتساب مخالفة كابتن أسامة شوف هنا إمام عشور حسين الشحات لو شوفنا هنا اللي عبده تاني مهمة قوي قوي نشوف هنا إن إمام خلاص يعني هو لما زاق كرة كابتن أحمد ما عندش فرصة يروح وياخد الكرة ولكن هنا ايه هو توقع إن هنا الشحاتي وتقابل معه في نقطة واحدة ولكن أنا الالتحام الالتحام مسموح به وكان قرار الحكم كان قرار رائع كابتن أيمان والله في حكام تاني بتحسبها كابتن خلي بالك أنا زا ما قلت حكام تك تقييم الحكم في هذه الحالات تضبوط بعض الحكام ممكن يعني عارفينه احنا عارفينه ولكن هو دوت ليه خدف بالتفاصيل كابتن أيمان هو ده قرب كواس قوي وشاف زا ما قلت هنا بنشوف هنا اللقطة اللاجئة دي مهمة بص مين رايح مين بص أجابتن هنا تاني نرجع بينه وبين اللعبة ما فيش تين ثلاثة متر بس وهنا الكتف هنا يعني التحام لا يرتقي سعر الله تساب مخالف وبتالي هنا كان قرار تسمر اللعب كان قرار ممتاز ورائع من الحكم السلوباني يلا خلينا نروح للحالة الجاي ده أول اختبار اعتقد نجح فيه بشكل جميل جدا جدا هنيجي الحالة دي مهمة جدا جدا اعتراض كبير جدا من لعيب نادي الزمال كل كل ذهب للحاكم وقال له ما فيش مشكلة خلاص فيه انفار خلي بالك وما حسابش وكان قرار صح كابتن اسام وهنشوف اللعبة ديت وهقول لك احتمالين احتمالين في هذه الحالة هذه الحالة الاولى تمركزه كابتن اسام احنا قلنا في البداية ايه انت كلامك رائع لو الحكم مش متواجدة كابتن هلتكلم كتير على الحكم هنا كابتن هنا الكرة بتسدد وشوف هنا انكماش لعب نادي الاهلي بيلمي ايده وبيلمي جسمه كله علشان ايده ما تبقاش ما تكبرش الجسم حتى هنا سؤال طب لان افترض جات في اليد يعني ياريت الكاميرا تيجي علي كده تمر جاوي انا مسلا كابتن اسام الكرة شط علي وانا رح تعمل ايدي كده جوه سدري سؤال هي جات في اليد طب سؤال لو انا شلت اليد هتيجي في بطل تيجي فين في جسم في جسم ده مفهوم كابتن مفهوم التحكيم اذن حتى لو كان الجات في اليد يستمر اللعب ينهي للكرة ايه بيتيجي في الجسم كابتن ناصر على فكرة لو مشيت اللقطة شوية هو نفسه لما زمانة جرت عليه قال لهم ايده بالزبط بالزبط هات كده كابتن اسامة قال حاجة جميلة جدا هنقول نشوف الحكم نشوف هنا نشوف الكابتن اسامة قال حاجة جميلة جدا نشوف الاعتراض نشوف اللقطة والاعتراض هنا بمطالبة راكل جزي اموما ركبتن انا بتكلم في ايه لا لا شاور له انا فكير بتكلم في ايه حتى كمان لو هو محتاج مساعدة الفر موجود ولكن زي ما قلت ده مفهوم مخالفات لمس كرة بييد هنا مفيش مخالفة زي ما قلت لو جمل جاد في يده ويده في صدره شل ييد هتيجي في كرة في بطن اللعوة تالي هنا لا يوجد مخالفة نشوف هنا حتى كابتن بص بص الإيد مضمومة ازاي كابتن عادل هنا لجح الحكم في هذا القرار ايضا بعدم احساب مخالفة وانا بحيية على هذا القرار اللعبتين تمركز ولا اروع كابتن عادل في اللعبتين خلينا نروح لي انا جاب الحكم المهمة كابتن ايمن سريعا حالة بعد كده هذه الحالة بص هنا هرهات الحكم تالي وده اللي احنا بقوله زيما ستوب كابتن احنا بقوله دايما الحكم الشاطر ان يتوقع الحدث يتوقع ويبتدي يفتح شوية سبيرينت صح مهم جدا تتوقع ان هيحصل حاجة يا تحايل من اللعب المهاجم يا مخالفة يا مخالفة من الحاجس يعني اللعبة هيبقى فيها اكيد قرار وبالتالي هنا بشوف الحكم هتالي الحكم سبيرينت وطى واستكشف هراح مزبوط هو دارك اتمره ده قراره تعالي نشوف الحالة كابتن واحدة واحدة عشان احيانا الاخطاء لما تكون يتيجة عالية لننظر الى اخطاء التحكمية شريف هنا حط تعالي نشوف لي الرجل الشمال مش اليمين الرجل الشمال الشريف كابتن بلال كنا حسبنا راكل جزاء على الشناوي في مطشل تحادس سكنداري لما راح برقبته في المهاجم صح نقولت يا راكل جزاء ليه تحادس سكنداري على الشناوي انا هنا هشوف هنا سبيها هشوف هنا كابتن هنا القدم الشمال مش معنى انك انت تخش ونلعب ان انا محاسبكش ولكن انا تبقى لالتحليل التحكيمي انا هنا شايف ان هنا الرجبة في القدم الشمال وبالتالي هنا كان فيه مخالف يعني اذا الاهلي الاهلي له راكلة جزاء صحيحة ومن وجهة نظري ولا مجاملة خلي بالك الاهلي كذبان 3-0 وممكن اقول ان مفيش راكلة جزاء ولكن هل بنتكلم اللي عدالة التحكيمي على الكل صحيح انا قلت دي بالزبط على الشناوي كابت من اسامة لو انت تفتكر لما راح وكمل ورجبته جات في اللعب المهاجم راجل حاكم حسب وانا كان محمود البناء على فكرة كان حاكم اي هنا راكلة جزاء لم تحتسب لي حمال شيف لم تؤسف نتيجة المبارسة يلا خلينا روح للحالة بعد كده الحالة من الحالات المهمة ايضا والحاكم هنا دايما هو قريب شوف هنا الكرة دي مهمة اوي 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 عند مساعد رقم واحد وهو هنا امر بسمر العب يعني لو جاد جون كان هيحسب هدف نشوف هنا نقف لحظة التمرير مفيش تسلل ها كابتن عمد مفيش تسلل لكاتل حالة صعبة جدا بس هو المساعد عمل لكاتل شوف التمركز واي فرحة قوي تمركز 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 ممتاز فول ممتاز ولا شفنا بعيد ولا شفنا متأخر صح وبالتالي هنا امر بيستمرر اللعب في الفار خاني بالك لو كانت جاد جون كان هيستنى الفار وياخد القرار ولكن انا بشيت بالقرار اللي هو كان عنده قرار قرار استمرار ما تخضش كان عنده قرار ودي سكت الحكم المساعد تميز في هذه الحالة انا يعني بحييه على هذه الحالة اللي امر باستمرار اللعب اللي كان ممكن يجي منها هدف وكنا ننتظر الفار الحالة بعد كده نشوف هنا هذه الحالة هو هنا ارجع تاني شوف كابتن هنا فيه مخالف خلاص فيه مخالف استنى ما استعجلش اعتاح الفرصة خلي بالك وراحة فرصة وشاور بيديه ودي حالة من الحالات اللي هي الحكم ما يسمع فيها بسمرير طالما الهجمة ودى الأفضلية لنادي الزمالك يلا الحالة بعد كده خلاص دي احنا خلصنا منها اعتاحة فرصة جيدة شوف هنا انا يعني انا بعتب عليه ان ده اعتراض وانه يمكن هو اعترض امام في الحالة الاولانية اللي حد منساعد رقم واحد هناك لما اعترض ان امام هنا نشوف هنا الاعتراض خلنا هنا نشوف الاعتراض بس انا هم حاجة عاوز الاعتراض مش اللعب عاوز الاعتراض على قرار الحكم لان هنا عندنا هنا في مصر بننوب الحكام على هذه الألعاب نشوف هنا الاعتراض طبعا هنا غير مسموح ودي كان كان حالة ولكن هو كحكم يعني عاوز يقول ايه مباراة كبيرة فمش عاوز هو اضطرها ولكن لا الاعتراض على قرار الحكم لابد في بطاقة هنا كان يجب اشهر بطاقة صفر اللي بعد كده حالة اللي جاء دي حالة مهمة جدا ونشوف هنا خلي بالك انتريب وبنشد بيك في قرارات بعض قرارات داخل مطلق الجزاء ولكن هنا في مخالفة الرأس بالرأس والدفع موجود وكان يجب هنا شوف هنا كابتن الجزيرة رايح حمد فتح بيلعب الكرة ولكن هنا الدفع موجود شوف اللعبة تاني تاني هنا يعني الراجل مش راح لها بكرة خالص ومعندوش فرصة تلعب الكرة ولكن هنا شاف خطأ والخطأ استوج بطاقة صفرة على سيف نشوف الجزيرة وهنا هو احتسب المخالفة فقط ولم يشير على البطاقة اللي انتباطية اللي بعد كده الحالة مهمة جدا جدا ونشوف هنا هل هناك تسلل اللعبة تتلعب الحسين الشاحات over تميز للحاكم المساعد رقم 2 stop نمشي شوية كمان frame تمام حالة اي رأي كابتن بلاي الحالة صعبة صعبة خلي بالي كابتن صعبة شوف التمركز كابتن نو بس انا يا جماعة لو سمحتوا التمركز ده مهم جدا للحكام وانا بقول هنا بنستفيد من الحاكم والمساعدين لحكامنا كابتن اسامة تمركز الحاكم يديك دلالات على القرار الصحي هنا شوفت تمركز الحاكم مع اخر تاني مدفع وبالتاني هنا مفيش تسلل خلينا نمشي ونشوف هنا هو خلى اللعبة تواصل ونشوف هنا الكرة هنا فين طبعا الكرة تسبق والناس مغطين وهدف صحيح مفيش فيه اي مشكلة كابتن ايمن الحالة بعد كده يا الله ارجع تاني مين بيجري كان في مواقف تسلل رجعلي لحظة اللمس بس من فضل شريف رجعلي يعني هنا كابتن هنا في مواقف تسلل هذه الحالة تيبكال هي حالة مباراة الداخلية وزمالك بزر هذه الحالة هي حالة المان سيتي مع اليونايتد تمام امتى انا بعاقب اللعب في مواقف تسلل كابتن بلال امتى بعاقبه لو متدخل لما يتدخل في اللعب يتدخل مع المنافس عمل محاولة تنافس مع المنافس اثر على المنافس ده اللي احنا بنحزبه ولكن هنا نشوف هنا الحكم المساعد يلا خلينا نمشي ونشوف هنا شوف 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 رجل هنا جري وما اثرش بحاجة خالص وبالتالي هنا سامح بسامر اللعب نشوف الهدف اللي جاي ده هدف لي محمد شريف هدف صحيح الرايا ده في حاجة تانية نشوفها تمام شوف هنا كابتن الاتنين بيجروا يلا تمام وهنا حمدي في مواقف سليم وبالتالي هنا القرار كان قرار صحيح بالهدف ونشوف الحكم المساعد رجع تاني وده تميز الحكم المساعد حاجة تانية اخر حالة دي كانت معنا ولكن بنقول لكابتن بلال مجمل الحكم زي ما قلنا الحكم لا قراته لا تؤسف نسي جنبرة تحرك بشكل كويس عنده اجابات كتيرة جدا جدا باستثناء حالة واحنا اختلافنا فيها وبما ممكن كده أو كده ولكن بقول بشكل عام حكم نجح في إدارة المباراة أداءه كان أفضل 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 بكتير من مباراة الأرجنتين والسعودية من مباراة انجلترا وويلز مبروك للاهد الأهلي وبالتوفيق إن شاء الله في كاس العالم اللي جاي تمنى إن شاء الله بإذن يحصل على بطولة وكلنا تمنى للأهلي دايما بيسعد كل الجميلة يا كابتن أيمن مبروك لكم مبروك للستوديو التحليلي مبروك لكل الناس اللي هي في الستوديو برا يعني مش عاوز أقولك يعني عامل مقود كبير جدا من كابتن إسلام كابتن إهايب لكل الناس اللي عاملين في قناة النادي الأهلي ومبروك لاتوني سامح وسلم إذن كابتن ناصر الأهلي مع التحكيم الأجنبي بيكسب بالتلاتة مباراة بيراميز مع التحكيم الأجنبي واحد من أفضل حكام في العالم بيكسب تلاتة والنهار ده أيضا واحد من الحكام اللي حكومه في قناة العالم الأهلي بيكسب تلاتة نهار ده كابتن بيقرح إيه السر بقى السر أنك أنت كحكم كلاعب عندما تقتنع بالحكم بتركز في اللعب كابتن إسامة متبقاش ألان ألا اللعب من الحكم يوتر اللعب مزبوط يوتره صحيح ويخلي عنده دربكة في الأداء ويؤثر علي أنا منزل الملعب ما بيشغلش بالحكم بقى أنا بركز في شغلة كابتن إسامة هو ده اللي حل بيكلم فيه صحيح كابتن ياريت يعني وتمنى إن شاء الله والحكمنا يعلم مستوى كيس خلينا نبقى فيه صقم بين اللعبين والحكام عندنا في مصر أكيد حتلاقي مبارات تماشية بإذن الله شكرا جللك كابتن شكرا جزينا كابتن نصري أم تعتنك عدتك دائما وبناخلي وبنتهي الفقرة التحكمية أعزيزي المشاهدين بنصل لنهاية للستوديو التحليلي للمبارات الأهلي والزمالك في الجولة رقم 14 الدور المصري منتاز لكرت القدم والتي انتهت بفوز النادي الأهلي 3-0 مع الرأفة ومصلة تصدر النادي الأهلي للقمة منفردا قالت مبروك النادي الأهلي وجماهيره العظيمة وبالتوفيق المباريات القادمة إن شاء الله معنا صورة جميلة لعيبة النادي الأهلي ومعبرة فعلا فرحة جمهور النادي الأهلي وفرحة لعيبة النادي الأهلي بعد المبارات ولكن نعيز أقول لك الصورة دي معبرة جدا 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 عن حالة مبارات اليوم بشكر نجومنا الكبار الاشترافوني النهاردة كابتن أسامة عرابي ألف شكرا كابتن أمتعتني ألف شكرا أيمن مبروك لمجلس إدارة النادي الأهلي للجهاز الفني والإداري والطبي واللاعبين وطبعا قبلنا كلنا بقى كمان جماهيرنا العظيمة وإن شاء الله بالتوفيق مبارات البنك الأهلي والمبارات المبارات اللي تال اللي بعديها اللي هي في كاس العالم إن شاء الله الآن بإذن الله كابتن أسامة حسني شكرا كابتن مبروك يا كابتن مجلس إدارة النادي الأهلي وجمهور النادي الأهلي واللعيبة وزيما كابتن محمود الخطيب قال لسه المشوار طويل عندنا السنة دي تحديات كبيرة مبارات الزمان لكن النهاردة بثلاث نقاط زيها زي مبارات البنك الأهلي القادمة كل التركيز الفترة قليلة النهاردة سبب بعد 48 ساعة بعد يومين مباراة مهمة في مشوار الدول كل التوفيق عيبة النادي الأهلي نفل بكرة الصفحة ونفكر إن شاء الله في اللي جاي وكل التوفيق صفحة أفلت خلاص دخلنا بكرة خلاص إن شاء الله كابتن أبع رحمان شكرا كابتن بتاعتين شكرا كابتن ومبروك لجمهور الأهلي والجمهور هو اللي اللي حق يفرح واللعيبة اللي حق يتركز عشان تفرح الجمهور تاني فخلاص انتهى الفرح لللعيبة بدأ الجمهور دلوقتي كابتن أحمد بلاي شكرا كابتن شوف كابتن ما شاء الله ربنا انتهى الفرح لللعيبة ودلاتي داخلنا فرح شكرا كابتن بتاعتين بنا خليك كابتن والشكر لكم أيضا أعزائي ومشاهدين على حسن المتابعة وعلى أمل أن نلتقي بكم مرة أخرى وستوديو تحليلي آخر لكم مني أطيب المنا واراك تحية